اشتركوا في القناة اشتركوا في القصة مليئة بالأحداث ومفاجآت والإطارة والغموض والتشويق كانت منها أنها صار حياتها تكون حسنة من حياة البطلة لا تعيش المشاكل التي تعيشها البطلة وكانت منها لكل البنت لديك الحياة المليئة بالأفراح والمصارات وكانت تحقق ذلك الشيء التي تتمنى ان شاء الله وانت مع القصة ديانا كانت مختأة في الرعي ديالي كيف يحسب لي رجال كله بحال بحال ولكن لا هو كان مختلف جادريا بكل صفاته أفعاله كلماته ولكن حمق جبغيت زوج بيا زواج بالإجبار سلام أنا سارة العمر ديالي 21 سنة نسبيا هو كمناسب للزواج ولكن أنا مبغجن الزوج بسبب العقدة اللي سببها لي الأب ديال وانا طالبة في كلية الفنون الجميلة وانا من نائلة مكاسم الكوالون غير القوت ليومي ديالا ما عندناش رجال اللي يخدموا أنا كينغي أنا وماما أختي بوحدنا كان عيشوا في المنزل ديالي مع ماما اللي ورساسو على جداتي وما عندناش أقارب ذك شعلاش كننخدو الرزق ديالنا مراتي بديالزقاعو ديال الأم ديالي كما أنني كننخدم ناجلة في مطعم محصرف ومعروف لأترياء فقط أختي إيلين طالبة في الرابعة إهدادي كان هكا كنحاول نوفره بعد المال باش نشرب ذكي الحتياجات ديالنا لبسيطان بعض المرات كنفكر أنني نخدم في شي ملهم الملاهي الليلية هكا باش نقدر نحصل على راسيب أكبر ولكن كنستغفر الله على هذه الفكرة أنا ماشي بالبنات اللي يبيع الشرف ديال مهلا قبل الفلوس أبدا وخائني نضطر أن نتسول في الشارع وما نبيع الشرف ديالي فقط اليوم صباح دا كنهار المشؤوم وأنا كنت أمتاسب بكل ساعة دا دوش بسرعة ولبس جين وتريكو سبرجيلة بيتها وخليت شعري الطوين مطلوق وخلت شهاكاك بعد ما خليت سرسالة لأم ديالي بلا قديمشي للجامعة أما ختي كانت خرجها تقبل مني للتراسة وصلت للجامعة طبعا سيرنا على الأقدام رغب أن الجامعة بعيدة شوية ولكن كان جامعة شوية ديال الفلوس كان جميعهم باش نشري هذه العيدة لأم كنت كان تفكر أني نعطيها نشريها قرآن يمكن ما عرفتش هذا والختيار اللي اختارت مكانش عندي أصدقاء نهائيا أنا إنسانة انتوائية مكانت دخلش بزاف مع الناس نادرا ما كان بش حشي موضوع ما شو أستاذ ولا هكذا دخلت للقاها قبل ما زبدا المحاضرة بدقائق وكملت اليوم ديالي عادي بطريقة طبيعية ورعت المنزل في هذا الجو الحار آنق كان حسبرتي غدين مؤس من لحطش أصدقاء دار خدودي هكك حمر بساف من ذيك الحرارة كنت بلي وحد السيارة وقف قدام المنزل كانت مندك طراز جديد حاليتها وبين على أنها غالية تابعا ممكن ديال شي واحد من الجيران دخلت حتى انتقت أرجعت أيلين مرحبا بك ما تدخليش للصالون كين ضيوف عند أماما قتليها من يجي نقولها ما تدخليش عنده تفاجأت ضيوف غريبة هذي أول مرة يجعلنا شي حد من هذه الشرعة رفعت أينين كتافة وقالت أصحابت ماما قتليها قتليها قتليك بتليح ويشك وأجيها ونيني يلا صار بي خلاص عندي فرض صعيب بساف استغربت الأمثال هو ما عنده أصحابت ما عمري بيشتهم كان كل تفكيري مع هذي شكون هذي النساء اللي جاءوا عنده ولكن صافي حاولت أن تصدق الموضوع وقلت بكل الغابة فرود إليم آي عارفة وعارفني أنا كان حاول أني نخدم مزيلا ولكن أنت مقدش كتخدمي معايا مؤخرا ما كتجي من اللافة كانت بشي الخدمة مباشرة وحادش نخلاني نجي معدل منخفض يلا ها فكعونيني هذا كش اللي كان فعلا تحللت لغرفة دي عندنا أخذت وجهي ولبس ملابس دي المنزل أول حاجة كان أخذي نمشي مباشرة للمطبخ كانت تقلين قارثة بديت كان عاونها كماش تمشي بسرعة تتكمل الواجبات ديالها وتخدم شوية الفار ديالها صغربت شوفني أنا وعليش أنا أنا بوحدي الله يحفظ شنو هاد شي تميز غادة فعلا تخلت لغرفة ديالي وجدت نفسي وتوجهت لغرفة ديال هدي كل ديال صدمت بني بنتي وحد المرة في الخمسينات وبرغم السين ديالها زبينة بسرعة ديرها كاكمها كاجه لوجهها لابسة بسرعة ديالتها في إيديها منبز ديالها فاخرة وحدها كانوا حد شابة في الحشرين تحسا هي زوينة بسرعة هكا أينها خوضر شعر ديالها بحث تهبي وحسب من الباسة بينا بالله ملابس غالية سمن وعنيقة جدا وعد مرة ثلاثين يزوينة ولكن بينا على أنها مغرورة منذك النظرات ديالها المتعالية كتلبس حسا هي بسرعة ديالتها وملابس فاخرها وجميع عنواء المصطح دورات جميل كي نعلى وجهة ولكن ليس ضمن أكثر وحد الشاب كان أحدهم شعب عشريني وصيمي جدا ملابس حور رجولي كيلبس هكا ملابس لي عادية كان صمت صمت سيد الموقف ثقات لي ماما بهدو قلت حبيبة ودخلت هكا سلمت عليهم وقلت شنو هاتش اللي واقع حديس كان فهم شنو واقع جايين باش يخطبوني ذو ديال كيهضروا ذو كالنيسة اللي كاينين هكا كبالهمز بالنظرات وكان دك الشاب 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 منعاتني تقريبا عشر دقائق من ذاك الهمس بناتهم حد سمعت صوت دك الشاب حنحن هكا فحلو ما كانت معهم حساكتين حتى تكلمات لأم دياله يوها غدا ان شاء الله غدي يجيو الرجال باش يطلبوه بطريقة رسمية ويقرروا الفاتحة وبعد ذاك ساعة دك الشاب يالله كاين يدك ساعة شل على انه ينتقل لا يتحرك خرجوا كلهم بما فيهم ماما خرجت معهم البره وانا بقيت قائصة بلاسة مصدومة شنو هادشي رجعت ماما مع ايلين كي تصوو الايلين شنو واقع قليس قداما وانا كانت تشوفها من كي صار متسمتلي ودار جدا لأخذتي سمحيلي يا حبيبة ولكن انا وافق حسا هاد الشاب هذا مزيان حسا العائلة دياله مزيانين ويوفروا لك ذاك المستقبل اللي كتحتاجيه وحياة لي مقدرش نوفرها لك انا برد موعي كي ينزلوا ما كتش فهم ماما انا مبغلش هاد الحياة اللي كتش هدانية انتية انا مبغلش هاد الحياة اللي غي هدانية ذاك الانسان ذاك من الان ما كان عارفوش انا بغيت نبقى معكم انتو انتو محياتي يا ماما كيف اش كتقول يا رذرة اذا كانوا الفلوس بغى الفلوس بس انا ما زالك انا نخدم انا نخدم ونجيب لك فلوس كتر وان شاء الله هاد العام غادي نتخرج ونبدأ الخدمة وغادي نوفرنا حياة حسن من هذه عنقاتني ماما ما غادي جدي راجع ابنتي تشخصك تعيش حياة مزيانة حياة الرافهية اللي كتستاهل بغيتك تكوني عائلة وتكوني سعيدة في حياتك انا غادي نموت اما عاجلا اما عاجلا وحسنتي هكا غادي تقدر يتوئي ان اذا كنت طروح معك راجع فلقد ت różwh اعطب الهي باستعيد يجب ان وقال الانسان التي مخطب وهو تزوج مع convertedكم الأمر انا قم ب مشابق الفلحال ما فعله في المفعل لا تمتعisis وذانا كذلك ونزوج بعد السيد هذا اللي بلية بحل شي يتسلي كبير غدتا ان شاء الله سيأتي الرجال لكي يخطبوني يا لحد العافر كنت مسكي على جم السرير كانت إلي نسي ناسا كان بغيش ناسا لها السرير يخليني نحس بحل كان بيعدك سرير نايم ونعص على الأرض القاسية كان بغيش هاد الحياة ولكن كل حاجة بيدي الله سبحانه سعاله هل الحل دي أنا تحسن بعد زواج يلي بهذا الرجل هذا؟ الله أعلم كانت ساعة 12 بعد منتصف الليل كان حاسب الجوع تحجيش بالدراسة باش منتاع الشاش ولكن فعلا جاني الجوع توجهت المطبخ شعالت الضوء يتكن ناكل غدا تحسر بغيش حاجة تقيلة كان حاول نبهدك على هذيك الأفكار المجنونة ونتهرب وعاد متساكي غسلت فمي توجهت باش الناس كان حاول الناس في الموقع ولكن مع ذلك مبغيش يجيني إيلين سارة سارة فاقي فاقي غيجور دياب بعد خمسة تسوائل لنوضي خاصة نقعد ودار ونجدوها قاعدت في القسل يعني مني هلا نهاركي داير وصافي بلما تقيت كليها كرنوضي مالكنت هي كتحسي كنت بريدي بحل لفرحانة مالك الله أحبيبا لفرحانة حيث تحسي كبيرة غتي تزوج غتي تكون أحسن عروسة للدنيا حسنا لم أحضرت لشي عرس غير من غير عرس صاحبت يا رانا ساسمت لساعدة سايلين وقفت واخي حبيبا يلا يجي من الدعوة مني ماما مشعت عند دار خالي عمر أعرفت مشيخ هاد نهو بالتبط لكن هو خور ديال أم ديال برداعه وليس يجي باش يحضر بليجو الرجال ديال لغيجو يخطبو كان إحساس غريب شهور غريب كان حسنا بحلها دي ماشي بلاصي ها ديال العائلة صغيرة ديالي ولكم كان حسنا واحد شهور بالغربة ما رأيك كيف نصفو لحسنا كنحسها ككك بدلت حواجي لبسكسوها واخضر الملكي محزا معريض على الخسر حدا أبدون كعب في اللون الدهابي وخلي شعري متلوق بدلت سوالو العيني يعيني أصلا فيهم وحد الكحل الطبيعي صودواتين بدلت مرتب شفاه وارتي بدلت كنشوف إيلين اللي كانت كنت تلبس هيا جيباك حلا واتركه في الأزرق فاتح مشاكسة قلت لي لماذا لا يخطبوني شأنه نخطبوك نسيا كانت كتحس بالله متوتر بحل اللي بغدت تفرحني شفية وتتحكني وجاء هذا الخال عمر دبعات فكرته كان كيدين اشحال هادي في نوزه اسم ديك النه بقى نصغار هك كانت منعاتنا مم من أنا نشوف لأن ذاك شي كان يسبب لها مشاكل أو لك يسبب لي هو مشاكل في الخدمات بس يا راسي الحمدولي الله تعرفني على الشاب راه إنسان زيان هادئ ومناسب لك كما انه معجب بك كما قل من قبل بغيت كده باز قلسي وتكلم معه ويوضح لك شي أمور على قبل الخطبة وبركة لكم حسي سبحان لانتزل روح دياني من جسد من قل دخل صد بمورة يجب أن يرى بذهشة ومس بشي حاجة لا أسمع سيقلس قدامي يدع على الكعب هاك كتس مصدومة ومحص قرب لي شديد بين يدي حاولت ندحية يدي ولكن ما قدرت تلق مني شنو كيف تدير وش حمق قال يا بوضو سمعني مزيلا ما غديش نعاديك أنا أعجبيني كالحمق لك مليك تقري في الإعداد وأنا مراقبك وكنت سندك تكملت الدراسة لي لم يكن قدر أنني نصبر كثير بغيت تكوني مراسي وحلالي شلي ان شاء الله ستولدني ولداتي وغا تربي بغيت تضطرني لتزين بك لا لم يكن أرغي نخلي كثير في الحرام بغيت تكوني في الحلال بغيت حبيبتي الصغيرة كنت صدومة بساف كيف يريد منك يعرف مهو أصلا بغيت غير ساكسك نسمع لي حسنا كمال كلامه إن شاء الله سنعيش كفي النعيم سنجعل أي حاجة تلبسها أنا عرف أن لم يكن وفقها صغيرة قبل المستقبل وانا مساعد أن نضحي بأي حاجة بش تجد الحياة الكريمة وتحسي بالراحة سنقدم النفس كلها سنقدم عليك لأي حاجة إن شاء الله وجد الأسبوعين سأأتي العدون اللي سيعقد لنا وجد رازق بزيال من اليوم إن شاء الله سأتكون خاطئ بزي خرج جوال بقيت هكس 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 نشوف في بغن نغوط شكونا هدا وكيف هكس بغن نغوط على ماما ولكين ما عرف شخلاني هكس حتي جيت مثال كان حرك راسي خرجت بشيت للغرفة ديال وبدأت كيف صمت ده ثلثية في هدوء هدوء شديد ما كانت تكلمش بزيف بصدومة فقط بزيف من الوزن ديالي ما كانت ناكل كانت حجر بالدراسة والعمل أو أي حاجة أخرى خليت إجازة مرة ديال مدد شهر وافق الموديل حتي تكسل حال ديالي كذبين بالله أنا مشي هديك حما أنه تفهم أنني سنتخطب بعد شهر وحيث كنت بالنسبة لعاملة جيدة أعطاني راتب ديال شهر كامل وبتأكيد قطع منه قلي كانت من لك جيد حيث أنا كنت من لك شهيد أخيرا جنهار ثلاث لتراوين خطي كيان أول لي كانت نهار الخطبة تعرفت عن الخبرات بأفرد العائلة كامل ورثت من صور يخت الوحيدة وعنده زوج الخوز كبير مزوج وعنده لديه واحد ومرأة هي التي كانت تايا في الخطبة هذه التي قلت لكم مغرورة وخوز صغير بعمر إيلين تقريبا وهكذا زوج الأسابيع بصور عدل برغ كنت مغرورة كل شيء لاحظ هذا ولكن لم أعرف ما ترى لها كانت بحياتي تستطيع بصور عارة رائبة مقبرة لا تشاهد شيء لكي يوقع عليها كنت نرى كيان بالسعب وكان نخرج وكان نشار تجهيز في الخطوبة في الواقع لم أخسر كانت الأم كيان هي لكي تخسر كل شيء وانا كانت أما التجهيزات صباح يوم اللعنة كيف سمعت صوت الغوات الهراش الهضراء كنت تنفذوا عمل الفراش وكانت ملقى إيلين قاسة قدام مبرايا قدام واحد فسان تقدم وتصلح سهرة بصدمة ماذا إيلين هذا وصفتهم خطيبك لكي يوجدونا ويعوننا ومس براسة لماذا كانت صغرة لماذا لا أعرف ماذا دخلت الحمام وماذا أخذت بحل العادة في الصباح ونزلت الزحس وقلست على الطبلة كانت الأم كانت هنا صديقة إيلين كيرتبو شي حوائج كي يدير المصادرة التجميل كي يقادو شي قاطو شي كي يقادو هذا حضور قليلا سأترق الباب ونحل 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 من أحد المحلات الحلويات المشهور ما هذا منزل خطيبة الأستاذ كي يان كي يان اه اه تفضل ما كان شي حالا لا لا غير قاطو هيا وصلت لا يستخدم عندي أخي أعطاني ما حل سامن همديتش يديها كالجيب السروان لا 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 خلصوا كل شي تفضلي أنيسا أعطاني هذه القاطو الكبيرة أمشا جاءت ساحبت ايلين شوية ضريفة ولكن كديني مغرورة شوية حيث كان زوينة بسر سامارة شنو هذا هيا 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 رأيت الساعة بالفاعل كم تطربها بقى السابقة ليسا بالمناسبة نقول لكم بالعائلة كي يان كلهم داري الحجاب أي انهم كلهم سوف يأتي محجبات أتريع بتأكيد كانت ما توجد الغرفة الاستقبال سيكون الشباب ما أريد أن تكون حفلة الخطوبة في الدار حيث الدار بالنسبة لنا فاجمة السعيدة أريد أن تضع عدت في الدكرة جميلة من الدكرة وبدأ البلاد الفوق الذي يعطي خطوة ومن الطبيب تقاط الشعري ومن طبيب ما ساء الله لم يكنك تفكي كثيرا تفكي حيث تعود حيث السيدة حيث فعلا رغمك حيث كما يعطي لا يسمع سبارك الله عليك مدويش خيسه اول مرة كي مدحنيش بحلاكك شخص غريب ولكن انا اشترك الخجولة ومدحك الكثيرات الاتسامة تشهد التلفون لكي لعبيك احس بالمالل وأخيرا سالا ودركي المرايه هكا قدامي نشوف شكل النهائي كان الماكياج مناسب جدا جمال عينين خضروان شهر الاسود الحريري كان جميل جميل بشكل الله يصدق بشكل رائع في الوردي و فيه ورود جيدين و يكسروا بشكل رائع بشكل رائع بشكل خطوط بلون الارجنتي و الحدق بشكل كله بلون الوردي البارد و مدقوش بلارجنتي و كان قرآن فيدي لأن خالة صارة موزكيان أعطيتني بقتلية لا تحيدين من يدك و أول هدية قدمتها لي يلين كسبني زوينة بالسفر تحسن بخجل تحسن حبيبتي تحسن تخلت ماما ماذا المثاليتو؟ شاف سيويات صدم بدوك ينزلوا دموعة في صند تميز غدا بسرعة حدا نصاب بدوك نشوف دموعة بدوك نشوف دموعة حتى لو كان دموعة دي السعادة بدوك نشوف كان حسن بحلا بنتي اللي كاسبكي مانشي ماما صارة ماما كان بغيك بزع حتى أنا حبيبة أنا بنيتي صغيرة أنا كان بغيك إلين و أنا تحد ما كيبغيني و دينا كان نشوفها و كان ضحكو خرجت ماما من الغرفة و هي كات تقولينا باش نخرج و ضغية خرجنا مواراها أنا و موارا إلين نشد دليا الطرف دي الفوصان باش منزع تصرش فيه كانت لغرفة دي القلاس عمراها بالفعل بالضياف نصاب منهم اللي كبار في السين منهم اللي شابات من طرفنا كانوا فقط زوجة تعميهما وبناسه و صاحبات إلين أما من طرفيا كانوا بساف بين نحواجهم ضاهدين سمن ولكن كانوا بتسامات لطيفة على وجوههم وبين عليهم السعادة مش كيف ما كتخيلت مش باردين أو مغروري بالعكس كانوا هكا يتحركوا كيتحكوا كيرقسوا كيغنيوا قلصت على هذه الكوشة كانت بسيطة كانت تدل على هذه الحالة البسيط والمزاوسات كانت بحل الأهريكة هكا كبيرة في النور الأحمر وعليها النقوش بلوق الأغجنطي قدامي كان سحط طاولة صغيرة عمر بالحلويات والبخور كان كل شي ساعد من غيري أنا كان حسب الفراغ بحل شي حد كينتزع الروح ديالي من الجسد ديالي هكا كبطة ألم شديد في قلبي ما باغاش ما كان عرفوش ما باغاش سمعت صوت واحدة من اللبنات ديال صحابة إيلين مرحبا سارة وبرك عليك الخطب إن شاء الله تجمعكم وسائد واحدة حسن للموت شكرا يا حبيبة تفضل لي قلسي حدايا كملت وإن شاء الله نقلس أهالي شلا باش نتباك مورك إن شاء الله حس كتصدر معي هكا بساسم تلعب عفويا يلا طيفة ولكن كتصدر بززاف حمدانت فعلا هي وصحابها سائلين كايدروا بيها وكايدروا وكايدروا ذاك الجون ديالي مرح هكا هلش أنا متشعب هكا أولا أخل خاسم بساسم كنشوف مما فرحانة واختي فرحانة خسين بساسم من حسن ساش هكا بدا شفت فيها كانت كتشوفي أنا وإيلين كانت صغره حمسات بسل إيلين إيلين صيروا يجيبوا ماما باش تصور معي عفاك قدت كنت تضحك إيلين ومصوره عمشات عند ماما وجراتها من يدها وقل ساسها حدايا وبدين حكا تصوره مع ماما مع إيلين مع البلات وحسا مع مرات عمي عمر كان بلازة كانوا خجولات شوية لش ما تصوروا معنا إيلين كانت لابسة غوب في اللون الأزرق فاتح وحسن في الدهبي وهكا جاية حسن للفوق وفيها شفكة هكا ذهبية ومترزة بالدهبي وحيدا هكا مورد مناسب لشكل اللغب كتشرتوا لها من الفلوزية المار اللي اعطاوا لي ودينا مكيوش صارخ ونبس الألوان في قعينة اللغب اللي لابسة في الأزرق فاتح فاسما مؤينين ودخلوا للمطبخ باش يكملوا يشوفوا ذلك الأعمال وذلك اللي محتاجينه جات عندي راوان كانت لابسة لابسة اللغب صارخة تسريحة جميلة جدا يمزوجة هذه السنة ونصر عند طفل واحد سميته إيان هكا سل المثالية مبركة حبيبة فرحنا كاملين بموافقة ديالك كانت منها ان اخويا يكون فرحا معك تسمت لها بزيف شكرا حبيبة جلستها هي تصورت معايا حلما شافوا الشعار السامن قبل كتصور يحل الأقارب دياله منادو كتصور معايا أراوان سمعين مزيان هاد البنت هادي اسمي سرغد ويامرت اخويا مهند وما كي عشقوا بعضهم ولكن شوية مغرورة حيث تربطت فائلة سارية بالساف وهذا كرا هو ولدها إيليا كنت نشوفها كان جاية كانت المرات الثلاثين يلي كانت معهم نهار جاو لابسة فسان اسود مزيرة ولكن بصالة ديال الحوتة عندها فعلا جسد جميل وجات تحت مامات كيان كانت لابسة واحد الفراشة كانت لابسة فسان في اللون القرفي ومنطرس بالارجنتي بس ليا راسي الله يحب تكرم منسي من الحسد وملحقت ومتليها بصمت ومشات كنت نشوف إيليا وقف مع احد الولد في المطبخ كنت تكوبل الماء كنت تقوم بالماء عند الرجال معا شو ولد اخرين شوفت الأخ صديقة ثانية باش تمشي معها فعلا انا مريد شو أحد يقرر منها ايه والت كيف ما كان كان خاف لها بساف جوز ما ممسات اليام يلا حبيبة وصل الوقت للعقد تلك الساعة كان حسب الدموه يبدو ان سلوح كان حاول انني تماسك ده ما غادي سيسؤولون يا لشهد الكثير هو تشبغك احلال وكيف يبغيك وغيدر اي حاجة علاقبلك انا كنكرهه زواج عارفة اني علاقتنا مغاديش نجح وذلك ساعة غادي غايلازمني ذاك العار دي المطلقة هذا هو المشابه دينا الفاسد ذلك ساعة غايت كل مورا دهري وذي كل الكلام دي أنا من بسموم وف ما بغاش هادشي كامل هادشي كله علاقة بالماما وإيلين فقط علاقة بالهم ثم باز غايت بياها كل داخل وعاوناني إيلين في الفسان وف يا عارف اشنو غادي ينتير هاد المرة هاد المرة كل شي بهوت وفعلا اخذها الشيخ الموافقة ديالي وتكلمروا الإجراءات بهوتو لتواحد ما كيهدر كل شي كيهتصند متاسم سفرح مني شفت ماما فرحة انها كتزغلت وإيلين تايا كتصفق وكتضحك هادشي اللي بكتبها نشوف الفرحة دي الماما خرجوني مرة أخرى لهذه الكوشة باش نجلس فيها اجلس تجاب وديك لعطاقت وعود عصائر وشيح واشخورين من تابعشنهم فجأة تسكن سماها كالصلاع النبي وتاكل صغريت وتصفقات تصفار كل شي كيهتصي كيبالية كياب جاي لابس بداية رمادية دارك غافات في الأزرق هذا الشي اللي بالية في كل لحظة كيبان واسيم بالساف ولكن كان كيبان عليه شوية الخجل أيضا جاي بس رسمه يلا وللي كانت سوقفة ورسمه محتهية واختوجة جلسها كحداية شفيا وكان كيبتاسم بسعادة ذيك النظرات ديال وكانت تحسسني بالخجل كان حسب الدم كيتصاعد الوجنسين ديالي بلس حدايا حسوجة خالتي صارة وهي هزة في الدوحة لعلبة يذهب قيتش عاقلة كيفاش كان ذكشي ما كيهمنيش ذكيا كياخد الخاسم وشد لي عادي تسكر رشف حساسة مثلي يفضني مسخافيش ما غادش ناكل حسيت بالخاجة العاوض كيتصاعد الوجنسي ديالي كمل هو كي يلبسني ذاك الخاسم اختيت سأنا الخاسم لاخر ربسوني كان كيبا نزوين هكا وفلية ديالي وحساسة الخاسم ديالي تسكن شوفيه كان صدم حساسة كيبا يشدو حد الحلقة سفيدو الاساس يركبها لي وفعلا حساس بالألم ويركبوني ولكن في الاخر قدر انه يركبوني بشوش حمري بدرشي اقرار ديال الدهب حقيقية فأفودنية من غير اقرار كانوا ديال الفضة ملكتصغيرة ومن بعد اللبسني بقيته بقيت طاق كانوا أساور جميلة جدا صارة وذا ما أقصكم تقطع الكيك كل شيء يبدأ يصفق يصفقوا الحاجة خراءة يصفقوا ليس باشي نقطع الكيك يصفقوا كانوا يتسنون منه وأنهم تلك القبلة التي تكون على رأس بعدها شي كامل كان شوفيه بخوف بسمنية أنه ما يديره قدامه ولكن يصاب خبز قرب مني وما بجلي يا راسي على العكس بس لي أخذتي قطعنا تلك الكيكب جوش كثمتصرها متصرها بزاف أنا أحدكيان أو أول مرة كان راح تشحل هو واسيم ولطيف مش غير واسيم فقط دس ساعة ودس الوقت أكثر وتصل داك الحفل كل واحد بحالاته بقيت أنا وصحابة سئلين اللي غديباتوا معنا كل هدو وخي كل شي كي يهضروا لكن هدو بالنسبة لي مش هادش لكتباغة أنا بغنش في الوصول أنا بغنبقى غير حرة بغنش الزواج بديت ساهية كأنشوف المرايا وش فعلا أنا زوينا كيف مقلية فدني ولغاكيت فلنالية صباحك كنت حسب الخؤم والمقادر تتحرك مبلاسي بفعل دك شلي مقارية البارح باقم السادة أني نواجه الحياة من جديد شوية كنت سمع التليفون ديالي كي صون كنت شوف الرقم ما عرفتوش جاب سأله كان تراوان أهلو سارة صباح كي صبحتم زيانة بخير وانتي البارح حضرت الرقم ديالي في تليفون ديالك سنصلت بك كيف نخرجه أنا وانتي احنا الفين قل نخرجه أنا وياك وانتي وراجلي وكيات شو رائعك أخا سمعت الاسم جالكيان بديت كان حسب القلق لا ولكن رك عارفة ما عرفتش وش نختاره لأنا بديت كانت حجج ولكن كانت مصر رأينا نخرج معه وفهلا اهلو انت ماما كانوا في السيارة كانوا رجال قاسي القدام وكانت راوان هاك اللور سلم هاك غيب الفم وطلعت السحدة عند قاعدني هاك كوس المثالية بلعبينس من الخد ما اصفاجأت شيئا انسان ودودة بالسعاف تخطي الخاطري وسحرك سسمعت زوجة راوان صباح الخير صار كيراك مزيان ستغرب وجاوب صباح النور بخير انسى ماشي مهم انا المهم واضل العاشق اللي حدين اللي بغي يحمق حدس ما غادي انتقوا ويدربوا كيان ويسكسوا حولت نظر الكيان اللي يضربوا ما عشو شنو كان غادي يقول كان على وجهه بين النوم توتر بدا كل شي يضحك على هذا الموقف هذا كان سراوان كز غادي مع رجلا وحيانا كي مزيان وحسن ماذا يعرفون ماذا هذا العال لما سيحاول انتكيف معهم وبصعوبة كان تراوان لابس عبايا ودير الشر لها ولان انهم بغاو ان انا نمشي ولمسجد الحسن ثاني نزور فاصر ان انا ندخل وياخد ريها بيها فعلا نقف قط محل محل ديال ثياب ودخلنا كان مع حجب حسن في الباج رأيت السعر وان انتصدب غالي بالسعف هل تسمع صوت الكيان ورايا اشبازك اه نرى السعر غالي بالسعف هذا المحل لانه غالي فعلا لا يمكن ان يجيدي عنه او كين واحد هنا حسن من هذا اقل في الاسمينة وان زيد راسي بالرغم تسرأ ديال ولكن متواضع بالسعف حسن اني لاحظ اني حسن الملابس عادية لا يريد الملابس الفاخرة المبالغ فيها صراحة صواضع جميل جدا سبس انا كان شوف الجمال تصاميم والاقمشة في هذ المجازة هذي كين انا لوح الكرسي وبدأ تراوان كتب من دوك الملابس وكتب معها كحدا وان كان شوف فيها صدمة ملابس لديك قدامي وقدام كيان حسن وقفت تراوان ودابا جربيهم وقيسهم وشوف اللي عجبك صار بتصوات كاملة قرب بها شوف انت وكيان انا وكيان يلا انا سنخرج دابا سنشوف خالد وارجع ومت براس بتصوات سنبق أنا وكيان بحط هنا شوف تصوات يلا خد اللي اللي عجبك وقيسين معرفش ما كان أفهمش فد النوع دي الملابس لأسف سأنا أكثر من رأيك في هذا هز وحد الفسان طويل هكا عميدته كان فسان أسود زوين قتل نجربه خودي وخدي معك وحد أخر يلا ودخلي البلاصة دي الصغير وماس براس بتصوات صور وتخلعت الغرفة لبسد فسان فيه فعلا اختارته بحل لعبايا هكا ولكن هو على شكل الفسان كانت من الاختيار وعجبت حسا كيان حسا أنه يشوف فيها بغ ما كان يقدر ولكن كان محرج ولي بغ نخلص تخاص سأنا وكيان كان بغ يخلص ما خلي توش حسا قلت لي أنني محتاج لشفقة دي شي واحد قال بهدو وش حساسا أنه فيها صلعة الثالثور وكيان توجهنا مطعب بدأت بحل كانت سدع اليوم ونطلق معه ريش نغذر ونأخذ رحتي في الهضرة ونسيام مع روان جاءتني بحل خسيل كبيرة بعد نهاية كان جاهله تماما وكان بعيد لي كان شوف شف كان كره ولكن جاه عرفت شوية ما بين الأمس وكان حساسا كنت عطف معه وكان حاول التفاد أنا عارفة طبعتي الرجال كلهم خيبين وصلنا كنت مرهقة جدا جدا بعد كان مز مز كثيرا كثيرا كان دائما وصل 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 ودخل ودخلت ودخلت عن نقص ماما فرح ونه في نفس الوقت مباشرة قد اخذ ومشيت نهس بدون معز واحد كان خصني جدا في قبي كري بشي الجامعة بسرعة حتى خرجت الجامعة قلت ماما بلا في مكينة لاني نحن ومشيت بدأت المخاضرة الأولى ثالث كان طبعا أغرب وستمع بروق لك سارة كان طالبة معنا لم يكن أخذ لك لك شكرا شكرا رجعت وكن أكبر قرب مني اشتركين اعطيتها على ذلك الطاولة واذا كانت تُرسعك اوه وكيف يخطبك اعطيتها كيف أشعرت بالتخطب ومع ذلك لاني شيئا ازمك لاني اصلا مدرسني حاجة لا تشعر بالتخطب واذا محدثي من قدامي خليني محاضرة بعض الساعة وهي تلك غضب غرورة اصلا ومع ذلك لاني احدث ساعة أصلاً لا أريد أن نزل المستوى دياله تجاهلتها وخرج من المحاضرة لا أعرف أني تخطبت الكيان كيف أعرفتها؟ كم مثل المحاضرة ديالي وخرج برجان للدار حتى تلقى واحد سيارة رياضي بورش سوداء جميلة جداً وقفة قدام المبنى ديال الجامعة كل شيء يشوفها بدهشها ولكن اللي يجلب النظر ديالي 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 سيارة ووقف كيان قدامه والابسر والدينت أسود شميزها كاسفورت سوداء مع تيشار تحس منها والحيداء رياضي أبيض وندارات شمسية بكل بساطة كان وسيم جداً كان شهد تلفون دياله وصلت حداً حين حنت هزراسو فيها بتي سامتو مرحبا كيف بقيت سيارة بديالي؟ حسيت بالإحمرار من جديد ديالي على فمي تقشقوا لي حبيبتي لجيتين هنا يا لا تقشقوا لي أحد أخر من عندهم قال بوضو ماذا قلت لك؟ ماذا قلت لك؟ ما قلت لك؟ ما قلت لك؟ ما قلت لك؟ ما أنه شيء؟ ما قلت لك؟ ما قلت لك؟ ماذا قلت لك؟ لو ساقشت فيها ماذا قلت لك؟ ما قلت لك؟ ماذا قلت لك؟ ونفتحه ماذا هو الباب؟ لم تتعبني هكذا لم تغرقني بهذا الكلام الزوين اي حاجة تديرك نجيني مشكوك فيها انتحك بقوة وش حال كانت تحكا دياله بزوينه شردت وعناك نشوفه وحسين بالصاف تقاطف الوقفة دياله كيف يشد كرشه بالضحك اراك انشاء مراسي مراسي غادي نغرقك بالحالي وحسب الحب كيف تخطبتك مثلا باش نعدبك او ترى الزواج هذا ليس لعبادة يلا حبيبا يلا تضحك سيني من كل قلبي كيف تظنك انك كتضحك حسيس بالأحمرار من الخاجر من الأذكار الحمقة التي حسيت بها سمع سعود الضحكة وشد بيدي وطلعني اللوتو وطلع من الجهة اخرى وبدأ كايسو يمشون ناكله ونصغده ونصغده ثم يمشون للطار بابا وجدي وجداسي وشي اقارب ديالي اللي مجدوش الحفلة بغني شوفه تصدمت ولكن ما قلتش لماما قاطعني قل سهلا اعلمتها بالنسبة لحواجك دريد توسح الدق دياله بحلة كيفكر كيشوف فيها بكل تركيز محرج كنتم رأيك بشي حاجة مناسبة لهات السهرة كنت لابسها انا جهين وملوزة قلت لي بهودو ومالوم حواجي انا كسبة لي عادية كما انني مكلبتش حاجة مشي حاجة مع الرياء ولا مزيرة كسب مزاهجة من ديك لفكرة دياله كما انني اتفقد انني مزيرة كما انني مزيرة قلت لي اتفقدت انني مزيرة لا اصدقل الباب كما انني تقصد انك لا اعرف انه سيكون حفلة وعاد جداهي انني تريد الملابس الراقية الباهدة انا ما اريد ان اردت بنيها قمت بمسي لكن في النهاية فأسنا احساس بقليل من الخاجل كنت اظن ان كان هناك شخص يريدون أن يكون هناك شخص في الدنيا فأنت أصدق لحظة الوكال الحب فعلا حقيقي وصلنا إلى المطعم كان مطعم جميل و بسيط وحركة جميلة في هذه المشكلة وكان أشعر قريبا لها هذه النقطة قلصنا بهذا كنا صاميسين فقط مرة مرة كنا نرى هنا و هنا نرى هذا المجنون الوسيم جدا الذي قبالي شكرا هذا من يخرج لي وما هو هذا سحر الجمال وكانت أكل الأكل لأنني كنت بسرعة بسرعة وكانت أتخذ وكانت أتخذ فمي عامر في الماكلة وكانت أرى هذا الماكلة هنا بنينا في الساب فعلا يجبني أن يأتي إلى هذا المطعم هذا الوقت يكون أليس وكان أكون في أسوأ حالاتي وفي حسفال فعلا يجبني أن يأتي إلى لدي ذكريات سيئة وعندي ذكريات زوينة وكانت أسأل وكانت أسأل الفضول الذي يريم كيف قصت هذا البلاصة كيف أشهد ذكريات وكانت أسأل كيف قصت هذا البلاصة كيف تقضي في الوقت وكانت أسأل وكانت أسأل بأسر منذ صديقي في البريطانيا كان يخدم هنا كان مهنديسة جيدة وكانت أبدا أردت أن أسمع وماذا أردت أن أقوم ب꼭ة ومعت له براسة لا تضغط عليه ولكن ذلك الفوضل يريد أن يقسلها حول حياة الدرجة التي قدامها خرجنا بعدما تعرفتها لي كان هذا جدا ولكن ليس أكثر هدوءا مني بالرغم من هذا الشيء كامل تكلمنا بثاف قريبا ساعتين متواصلتين ديال الكلام كان حسيته انه مارح رومانسي بثاف تشكرت لي بسبب كلامه اللطيف ولكن ليس بسبب كلامه اللطيف بسبب شخصيته اللي هاد قريبة من شخصيتي كما وانه كم مقال مسبقا كن بغان يتلعب بيا ما كانش غايج يخطبني كن بغان يدوز بيا الوقت ما كانش غايج يخطبني كان غان يخليني نسبوعك في الحرام ولا بغان ينمعيش علاقة ولا يتعرفني بطريقة اخرى يعني نكون حبيبته وفحسب وصلنا الوحد للمول شدني من يدي بغيت نتصار يدي ما خلانيش صافي سكسي سكسي صارة باركا محجبتني طريقة ليه كيف يتوز الياب ديك طريقة تم تسبب سبعنا في المنزل كان جميل جدا براق مضي فاساتي اللي مارضه فيها رائحة دخلنا دخل لكيان واجرني مورا كان نشوف هكاك في البنات كيرحمو بي بحل زابون دائما عنده بحل كيعرفو وش يجب ديمة مع الملاسه نيك يشاري لهم دكشرة كيعرفو دكشرة الجابين هاد البلاصه الان لم يكن تفكر فكرة من الفكرة و من اجل ان يحس برسي الترهق بالتفكير قلس كيان على احد الكرسي الجلدي و قلس انا احدى حسان تقق كيان ماريا ممكن توجد خطيبتين لدينا احد العفل عائلي عفك كي يحرف حساس اسميسها هواخة عفك منعينية شوال لدينا من كيان اجي معي عفك اجي وورايا متعشرفة لماذا يضرب معي بهذه الطريقة و تقلب على الفصة لقبية كما تقول هي تساكتها و تشعر الروح و تشعر الروح تشعر المتعجرة تساكتها تساكتها و تتعرف على كل شيء و تتخطبتها و تتعرف عامين و تتعرف أنه سيكون الشقيه و تتعرف و تساكتها و تنظر الأمام و تدعون الأمام و رغم أنها اليوم نستوراقها و تساكتها ولكنه في المكان تساكتها و أدعون تساكتها و تتعرف على الكثير و تزعر المتعجرة و هذا الكاثان يريد شيء و ساقرب أنها تتعرفele كما انه افضل شخصي ممكن لك انك تقبليه على الاطلاق ديش كان عارفة ليش حويش خرين ما كنتش عارفها ويكت عارفة ليه بساف شو ليك يقالي بالطبط وماس براسة اخذت الفصان ما عجبنيش ولكن كان زوين ولكن هاديك التعلبة هي رخ سارت وليه بالمناسبة كان شعلا تقول ديك اطلق تامي وقحها بساف كان ضل انها بحل بغتلم بحل شي حاجة وصلت لكيان وريت الفصان ما كان ضلش انه زوين ما عجبنيش كيجاك ولبسيه و ديك ساعة قدي نشوف ورغم انك اي حاجة غت لبساك تجيك زوينه بالمال الكذب عليكم كلامه كي حسسني بالراحة بعد الشي واشي حي تسمد حنيل بحل الطفاء ديك نظر ديال ديال القبيلة تتشعلا في القلبي اللي ما عرفش كيفاش ومناشى أصلا دخلت لغرفة ديالتا بديلة ملابي صلب بس الفصان اللاعين خلش باش نوريكيان قيتو كيهضر بها سيدانيت مع ماريا كيف ساسمو حتى بدأت اضحك فجأة حتى كنت شوف كيان حسابه كيضحك بحالها حتى تشارم جديد وش هدية الغيرة هلش غير علي انا هلش غير علي انا هلش غير علي درجة يلا تعرفت لي مؤخرا حلحنات ستلف سولا كيان جاك رائح صار بتأكيد غير يكون رائع انا اللي اخترت وليها هذا كيض حكيا اكيد هراء معروف ان الدوق ديالك رائع انت يرك مورقيدة المواقف حسن انتقت انا كان حسن انه بيني هكا سمينة شوية وعاد انه محلول بثاف من الورد ما عجبنيش الى عجبت انت تقدر تشريه ليه حسيس فهذه اللحظة بحاله حقيرة جدا معنى الكريمة وعرفت شارش قلته كاك وعليش حسيت الاحساس ناريا اوه لا بتأكيد ما غديش تاخده احنا ما غنبيعوش لكم شي حاجة ما عجباتكم يجب أنك تفيدو عجبا بصمت لكم يلا اريد ننطلق الى شي اخرى سارا بهدو كان نفضل انم نختار بيوحدي كين انا نخسر تبذور سارا كان نفضل نكون بوحدي حافعك سارا بعد صمت اوعي اخي لاخد راحزك سنتدفرها انني قال هنا اردي بالك ماريا ترد بالا منهج و هناك حمق ضربت كثفها بخيفة و اضحاك و قلس على الكورسي الجلدي و هي تتكلم معاه لماذا تخلصوا هكذا؟ لماذا؟ انت فعلا غابية صارة لماذا تخلصوا احدا؟ لسك انظر من الفاساسين كي بلية واحد حسن من الاخر حسن واحد الفوسان بلية انه حسن من نقاع الفاساسين اللي يسمى محتشم و رائع في نفس الوقت عاد مناسب لهذا صارة حسن لبت من هذه العالم الى انه يجب لي المقص ديالي و خلعت خديثه و مشيت عندي كيان و صارة صدمات مني شفت ماريا كتلعب هكب المقدمة ديال شعر كيان بحلة كتقدله شعره و كيدويه معه بطبيعية بحلة ما وقع والو نزلت عيني الكيان كنت في اوجه الغضب ديالي والغيرة ما انت لفعت كيان و شفت ديالي النظرة في عينينت صارة حتى فهمشن واقع للا صارة مشي كما كيتحب لك غير صارة سكوتس بغن سمعت حاجة منك تحيحة خير انا غنمشي لهذه الحفلة غير علاقة بالراوان و صافي غرميت الفلوس على الارض خودي هاما الفلوس كانت مني عاملنا منشوفش وجهك مرة اخرى خرج من المحل و كيان تابعني و كي عيط لي و كي حاول يوقفني بقيت غادة هكي بقيتش بغن سمعت هوصلت له حد تاكسي و الكبس و سديته حاول كيان انه يفتح لبطيال تاكسي ولكن كان سائق بدا في القيادة حتى لو كان صديقة ديال الطفول حتى مش مبرر انها تقرب منوديك طريقة قال لي كي يبغيني كماش كي يبغيني و بغيني في الحلال و كي ديهاكك كتاب متعجري فاقير كنكره تحصلت براوان بعد موقفات الفلوس ديال الطريقة راوان قالو سارة شنوها قال تصل بيا كاين غدي حماك على شهر بسي سارة بغادة بوك تغوط لعنة على كيان وعلى سارة وعلى هذا الأرس وعلى كل شي على نفس الطريقة حفاك جدين يختي مشي للحفلة بعده نعي انقل لكل شي راوان وخا يلا حفاك سربيرة كان موزنة يا كان صامسا كتش في طريقة بغضو وبروض وشهر تشيري دارسه فعلا هو الصغر ربما كانت حركة عفوية منه ولكن لا لا شي ما شي ما أقول يلا محط لها شي حاجة هذي كل العين المحط لها شي حاجة دقائق وصل زوج راوان يلا كبير 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 ماذا ندري هنا يا فضل الله ماذا ودنيا خاوية جاوب عزو بحضن تخاصم سمع كيان لعنة تحت أنفاس وقال بغضب وش أنت حمقه وغديح ما كنت يكسر منه يقلب عليك في كل بلاصة خيف لا يزق عليك شي حاجة يلا طلعي طلعي هذا شي كامل تصل الخالد بكيان قال له بلا را علقاه وبيلا راهيه بخير وبغاية يتكلم معه ولكن كيان قال لي غاية من الأحسن مصدر مع عرحات السبحة اللي بغضبت لك فضل الله تفهم اللو هذا غلق التلافة وقال له كيان يشوف لها في المرآة ماذا يبلي دالو يخليك سوالي هاكي غضبان علي سر الدرجة جاوب عزو بغضب و...و... ما عرفتش صافي صافي ماشي مشكلة مبغش هاكي تتعود لها دكتفاصيل كانت غاسبية الغيرة دياله أصر أنا تقول لها وعلو كيتغزل بالبنات وقدامي مع ذلك الحقيقة ماريا ولو شنو سميسا اضحك خالد ماذا تضحك خالد بصعوبة بصعوبة ماذا تقول شيء ماريا ماريا اللي يعمل في ذاك المحل عرفتش ينسيت على اسمية المحل قال بهذا بعد وقف على اضحك ماذا تغيري لا ماذا تغير عليكي بالعاكس يدل يبغى يدل يبغى مالغة ماذا لا يدرش دك شيء قدامي أنا عندي كرامة يدير نفسك في الوضع دياله كيف ستحس بكرامة كيف ستحس بكرامة ماذا تتقرر من شيء واحد ولا تتقرر من شيء قدامي وعرفت أن روان مساحل دياله نغي كان قلقي بصعوبة قالت كانت عنديك الحق ولكن لم يكن يجب عليك تغيري سلا الدرجة لا يجب عليكي حماك يدبر راسه دعني يستمسع مع ذلك خيتي تسكت عيره في الداخل دياله وكي حاول يحفظ العصبية دياله والغضب وصلوا للفيلا دياله الى سكاين كانت كبيرة بزار فراقية ودخلوا هاكا اضعوا لسلطه وحد الغراج اللي كان كبير كانت تسعى الاربع دياله السيارات جو السيارات دهجة كائنين وصيارات الخالد ويمكن واحدة ديالكيان كان المدخل الخلفي جميل جدا كان باب كبير كانت خالفية كبيرة نسبيا كانت خانمات لكي قدد في الزينة يمكن هناك كل حفل ملاحظة تشير دهجة كانت الحديقة الدخل كبيرة كانت أشجر أصناف كثيرة كانت مقدمة واحد الأشكال الجميلة بالنسبة لها خالد هادي كيام بطلة هادي كيام مريضة بالسكاري وابنت هادئة بزارة ولكن كتبغيها بزارة قلت لها بلا رابحة بحرقته كانت مفكرة في هالجملة بالتبت ولكن كيام عنده بزارة من الساكل اللي كان يبغيها لماذا أخطبني أنا بالدات؟ كمال خالد كانت موت كانت موت كانت موت كيام بغت تخرج من الناول لكن غيبا خبرتها أنها ستقوم بأي حاجة لتجعل كيام الخطبتو جديدة حت صور ديالك حسوها أنها بدأت بلسي سلام كمظن أنها عرفت ماذا أحب كيام لك وأنها عرفت أنك حسن منها بزاف أجمل منها شفت فيها كانت جميلة بشكل هادئ لطالة ما تمنىت أنا تكنت هي بهذا الجمال ومس براسة الخالد ولكن مع ذلك كان قل لك خدي الحدر ديالك هنا ردي بالك من كل في الدار عند العائلة لا أريد شي حاجة كانت دير المصحي لكي تأخذها عندهم شاب واحد كان قسل لحد أخر باش يأخذ وحد السيارة كان بغاية من ذاك الشاب الأخر عند ودي دسكيان بالغسل من خلي ذاك الشاب هادئك تنفصل للعائلة الرئيسية دسكي تخاف شنو سلها الدرجة هادي شنو هادشي طلب مرة خالد اللي كان وقف هكاك في قدامها قو اقترب ضهج طلب أجل أن يتشفين فين كان يتشوف كانت الأم ديا الكيان مرحبا بك اليوم كيرا كي صارة بوضوء بشي ثامرة طيفة أهلا جديد الحمدو لله في خير ونسيا كان تؤمنين لك تكوني في صحيحة جيدة ممممممممممه الحمدو لله في خير طبيعات الحال يوم جا تخطي بطي حبيب من ماما لطريدة هناك نواكيان لماذا خالد خالد هو لن تخصمه ترى هدو و بورط يلا ترى ترى فوق الغرفة لا ترى حفلة براسة ترى ترى دعشة كبيرة ترى ترى اجتشة ترى جموحا ولكن تفكر جمعا لذا اي لحظة هنا وش عارف انها كين هنا دخلت روان اهلا الحبيبة الصغيرة لدينا صار عليش كل شي كلي صغيرة جت هكا وباسس المثلة لحيتني شي صغيرة يلا اجي بدون وجده ريصنا يلا هذا الحبام دخلي دوشي هو الول كينكون شي الداخل وكملي وخرج غادي يكون البلاث هنية بشي وجدوك بينا انكيان شراك الفصان صار علينا انا اللي شريته ومدرس شي حاجة من غير انه كي غاز البنت ليسم ارهان بصدمة كي غازل او جريه كنت اتمنى ان خالدي يكون بحالة وديرا اشي مرة هكا قدام الناس ارهان بصدمة كنت اتمنى ان خالدي يكون بحالة اهه علش الله فعلا انه يغازلني هكا قدام الناس انا ما كان اهدرش لانه غازلني اهنا اهدر على انه غازل البائع اللي اسمه بقاسك اتعود لا علشنو قاعد بتتفصل ارهان كنت اتحاك اللي اللي حبيبادك بحالة بحالخصو شوفي ان شاء الله لان مقارب سيعود لك كل شي بالتفاصيل غير سيكون يهاني لا ما بغيتش بغي نهضر معه ما بغيتش نهضر معه شوفت فيها واخوة ولكمي شوفي تفكري ان كل شي بالله ما بغيتش تهضر معه تفعز الحمام يلا ادخلي خلاص كان الحمام كبير كان الحمام قد تقضل شقة ديانة كاملة كان مستحضرات كان منها اللي مبديت كلي كي استعملات الغرفة هاتي كان وتبتت الشعر قرمشت معجون اسنان لا تكتشوف كل شي فورشات الاسنان واحدة زرقاءة واحدة وردية ما هذا الغرفة هاتي الكيين ما عرفتش ايلا بغيتش تحلها كلمة في الحمام كان بارد بالساف وهذا الشي اللي كنتبغي فعلا ملقات الحمام بالماء ودرت فيها الحطور ورد وتغطيت فيه ما عرفتش تحل ديان بقصو كالصرخات هاتي اللي كانت تكتمله كتحاول تهدل اعصاب ديانه حسنا كالبنات ورجعت غسلات في الدوج ونبسات هاتك بين ورد الحمام ودرت فوطن شعراء كانت سنانة جدت ديك الفورشات وديك السمائية بغيتش عارفوش فعلا هي دي الكيين او لا لا جانت البالة وحد الفيكرة حمقه قد تخليهن دي معنى اي حاجة دهره خرجت من الحمام بدات تكتشوف البنات كانوا ثلاثة ديان البنات لولا كانت خادي مابينة لها دريفة وحدة كانت منوها لهادي وحدة كتحاول انها تقرى لشخصيات دياله من الملامحهم بعض الاحيان كتخضى بعض المراض لها وقد كتحاول انها تفهم كيفش كيف يفكروا وبدو كيدلوا الخدمة ديالهم كانوا نفس البنات اللي وجدوها بدك الليلة دياله لخطبة ديالها بدكت تفكرهم قدك النار كنس مشوشها مع قلشها لهم مزيان حتى بدأوا العمل ديالهم في شعر دياله هو الأول دروا لها تسليحة ديال الشعر نوعا ما بسيطار فعلها شعر هالنفوق ماكياج وجهة الافغة ورزي شفيفها مات ومبعد قدوا لها عينيها بحيث برزوا من جديد اللون الاخضر ديال عينيها ودوروهم هكا بدكت السواد خلوا اللون ديالهم كي يبرز كسر ومبعد لبسات اللون ديال الفصة اللي كانت تقريبا من اللون اللون اللي دروا لها فوق عينيها في اللون البنفسجي المغلوق اللي هكا بدون أكمام وكان طويل حسن سلسحة وجهت راوان معها رغط خدس مرس مهند خوكيان كانوا بزوج بهم زمي ناس بالسعف ولكن كي يرساديوا هذا الطرحة عنقتها راوان جيتي غزالة راوان مرحبا بك بيناتنا بساس مات ليهوس للمسالحة راوان راوستي السائر سيطلب لك الطقم بالخطوة ويجب المغلوق لكي ستتوجد دراسة في الغرفة طيوف أعطيت شريتها لأصبار وهنات صغيرة لأصبار وكانت تزياجها لأطيفة لكن برغم كل شيء كان لطيفة أعطيتني راوان الطقم كنت تكملت كل شيء لقد اتفتح الباب و اتخلت منه مانية هذه العاملة في المحل كانت لابسة جيب مزيّر عليها و احد القميص معنى من الفوق كيف نكون في الحماس قريبا لمعنى ركسر ممغطي مرحبا مرحبا البنات عن قاسة رغض و راوان و بدأت ترحب بها لم تشاهدت بها بنظرة الخبط ولكن بدلتها بسرعة قلت مرحبا سارة لم تشاهدت من المحل و قلت رغض فيها و عارفة انها بغض و عارفة شنو اللي وقعه جاء بسهب بورود و نظن انها تشملت سوقك و بالمناسبة هذا المراعفك لم تدخلش بيني و بين خاطبي و نحن نريد بعض اياتنا و نسمعنا انك لم تقلقى تقليدك لك و قلت من قرصية كيف ماء اخير مرة قلت من الكرسي و كانت شوفيها بصدمة و الصدمة حسب عيون كل من الام و رغض و راوان و بقي البنات و قلت و قلت من قبل الحفل و راوان بشي ساما بعد الساعة اخودي راحتك بلا ما تسوطري و قلت براسة و قلت سهلا السري و قلت سكا تلعب بالخاتم و جاء الخطوبة نطقات مريا جاوبت بشي ساما و اخذ بنشوفه و اعرفك اذا قدرت تخرجي من البيديان جاوبات هي سمصر و معجل و نحصل على جلسة و قلت من الان واحد و قلت من الان أكثر و قلت من الان ساعة سوف يجب عليك صلحة كاملة سوف يجب عليك الصدمة في عيني الجميع من كلامي حتى مرة الآن بدأت تضحكي سنت وانا نشوفها ما ستبكي حتى الامتا ستصمت ستصحق هذه الكلام التي قتلها خرجت بسرعة من الغرفة حتى بدأت تضحك وانا نشوف مهودة وشكتقاسية وانا تحاول انها تجعلني نغير ولكن انا قادرة ان تفوقها بل رغم انني متخيلش انها يمكن تكون شاتل عنده دابا وخلاص علينا ايلين كانت حسيف اجمل فصان في الكون بالنسبة لي اختي شاب باشرينيا كاي شاب باشرينيا عنيقا لابسها هذيك الاغوب اللي في الاسود والاسرق اللي وزاتها مع حذاء في اللون الاسود مناسب وحقيبة مناسبة في الاسود كانت كتبا جدا رائعة وعند زوينة حبيبة سارة زوينة بالساف انا اختي الصغيرة الحبيبة انا قدرتها سيحسن حبيبة دياني قلصت حذيان بعد اخرجوا البنات وقلتها انا وانا ويها سوف اعود لي كيف تتقبلوها ايليا وانا وانا وكيف كانوا موشاكسين وكيف كانوا بزاف الكيان وحساء مهند اخيان كيف كان لطيف معه حتى دخلت عندنا رغط حبيبة كان مزيين بطريقة بسيطة وراقية في نفس الوقت الأضواء وهكذا في كل مكان طبعا كان مكان كبير من أجل الوقوف والتعرف على الجميع هذه الساعة التاسعة مساءً لا أعرف كيف يتوقف الناس بسرعة تميز غادة بحل أن نمسح المكان بالبصر كان نحاول أن نتعرف على الناس الموجودين كان منهم الناس الذين كانوا نهر الخطبة وجدت عندي خالتي شدة يبيتي وشدة هي الليل الأخرى وقالت عافكم من فضلكم سوكوت سكسوا كل شي وانا كان أحس بتتوتر كل شي كايشف فيها ولكن هو مكان جدا حسرت كلمة سعود هذه البنت هذه هي الكنديانة جديدة أنا كان عرف المقدار ديال الحب كيال لها قد يتكون ان شاء الله الأم ديال الحفاظ جيال الجيين وزوجة الولد الحبيب دكش علاش كانت منه من كل شي أنهم يكونوا لطفاء معها وإلا أنكم ستعرفوا كيف سيقع بالمناسبة سيكون حافل ديال الزيفة بعد شهر من دابا وش دور يوسكم ان شاء الله سيكون في بريطانيا تحديدا في لندن بيش كنشوفها بصدمة بنهاية تكلامة شنا هو أنا غيكون عندي بسيحانة في ذاك الوقت كيفش بريطانيا علش بريطانيا بالضبط ما كان وشأنا ما عنديش رأيف هاتش كل شي بدك يصفق القاس من يدي أجي سبعين يا حبيبة ديالي صغيرة والميس براسي شديت في الطرف الفصال اللي كان طويل وبدي سغدها كتابعة شداتني من ايدي وداتني عند الجد وكانوا ناس كبار في السن ولكي كانوا طفاء بالساف الجد ما عند قبلت لي راسه هاتك ستطلب مني انني انتظر حبيبه اللي هو الفلدة ديالي وحبيبه تسمت لي وقلت لي ان شاء الله كذلك كنت تتكلم معهم بيش كنت تعرف لهم اكثر كان ضغياء كيدخلوا القلب بيش كنت تعرف على قريبات اخرين ديالكيان كل ثانية كان شوف كان قلباني بعينيه ولكن ما بنجليها ثقلت لي وحده من القريبات سكيان ما تسقل القيش ما غادش يطير بيش كنت نشوفها بصوتر لا انا غير كم برسط علي ما عرفش لش عطلت لها الدرجة في الواقع كنت مبرسط علي بالساف لش عطلت الاساس لش وعارف اني الحفلة بداس جلس واحد الاغنية جميلة جيدة رومانسية سميثة انا بعشاء يالشاهينة صديعة منذ الأزواج يرقصوا منهم خالد و روان مناسبة خالد حسا هو وسين بالساف و منهم رغد و زوج ديالة مهند و عد بزتاف سامة يرقصوا هكا شفص شاب يتقدمني كان واحد من الأقرب كيان قال يا مرحبا امرت أخويا كيديرا انا احمد بلدعم كيان هماس براسا اهلا احمد انا سارة خطيبة سكيا انا باخير و انسا كدير باخير ما اعرفتش على شعار تلكية نخصوا يكون هذا الموعد ذي رقصة ديالة لكم بزوج الرقصة الاولى كان بدل قلق كيبال انا وجه يكسر انا غديمشي نشوفه تميت داخل الداخل بقيت نشوفه وش جاء وصل الداخل ولا لا بقيت واحدة من الخدامات سولتها في المنكل خاكيان هو في المكساب دياله انيسا مع الانيسا ماريا احسس بالانكسار خلال حفل ديال الخطوبة جيانا باشي بقى معها بدأت نرى الحقد والغيرها وثانيك تشعل في قلبي ونرار ديال الغيرة كنت منه اني نحرق كل شي هادشي الحرقه فقر يوصم عافك وصليني المكساب دياله ومعرفتش فين كان ومات الفتاة براسا تميت غدا تابعها بحلة كانت نحس بداك الجسد دياله كله كيتقلم وصلنا قدام باب المكساب قلت لها انها غز مشي بكس كانت معواله وفتحت الباب بصورها شفتوا شي حاجه اللي خلاتني كانت منه اني نحرق كيانا ونحرق كل شيء من الاول مرة في حياتي كانت هالأرض هاكي كنت قادرة على اني نوقف اللحظة وقفت القدرة اليه على التحمل على اني نقدر نبقى وقفة على رجلية قبل من غيب كانت معواله كيانا بسمتي في ساحة عينيه كانت القراتي في غرفة مستشفى كانت ايلين وماما وام كيانا وماما والجدة الكيانا وراجل اخر مهند ومهنده وروانا وراجله واخه كيانا صغير اسمه وجود ولكن كيانا لا كانت كيانا أشعر في ذاتي كان اشعر بالأمل في كل المكان كان اشعر بالألم ورعسي كل شيء يظهرني كل شيء بسبب كيانا كانت احسبي الدموع كيانا ينزلو لم يكن من حرق مع جزء من جسد كل شيء كيانا ينزلو بصعوبة كيانا ينطقت كل ماما كل شيء يشوف فيها ويتعلم اماما كاتبكي واينيين كاتبكي كل شيء يقولوا جاءت ماما تكيانا كانت ماما قلنا الطبيب انك تعاني من ايجاد وصدمة حيث مرتاحتي شو ممكن قلت النأس والماكلة وصارت ثلثة مقوية شو نوقعها بنتي وف مديس كن حاول اني تسكر مقادراش مقادراش كن كن اتذكر ذاك شي اللي اشترجع اسبيات الذاكرة بحل ذاك شي كيوقع قدامي كن قبل مدعين اتذكر بحل وعد دمائي انت صحيح اتذكر غادراش صعري كلمة خالصية من لطبيب حافظ اتذكر مكتبا بقيت ضعب دمائي باقي دمائي دماغا ينزلو كبغازارا اتذكر انني انا مستمر الحزن لطلبات خالصية كان يخرج طلبة صحيحين اناخذ تحتك ان انا قارنة وقت الان وقلت فقط انا بقيت اراغتم ارها قاسة اهكا ارجالها كشهدرجية انا كانت مسحبية على راسي ويا واقفة من جهتين يمنى وروان قلسة على الارض حدا هو شيء كس كان بكي ما عارفة شعرش كان بكي ولكن كان بكي قلت الروان كيان قد شباها كان كره خائن كان مع سارة في المكسب دي لمخليني في الحفلة وقال لسه فحد الوضع مقدرش نسخينه كان سهل نسكل المشاقة دي لكي يملأ الغرفة حسن تقاطر اغن الكيان ده بره نايا في كافي سرية في المستشفى قال لانه ما عندوش الوجه باش يشوفيك بدأت كاسم سحقين دموحي حسن تقاطر اغن شوفي عافك سكسي انا غدي نعونك باش نساقين منه وغتخليين دمال ادكش ندهره الوقت الاخر بتسمت لهم شكرا لبناس الحمد لله عطاني ثلاثة الخواتات احسن الخواتات في الكون بدأت اغناء كتضحاك وعنقاتني وروان وكذلك رغط كل شي مشا قلت لأي لان باش مشي سهية باش ماما بوحدة في الليل حسن المساء وبدأ المنتصر في الليل كانت راغد بقيت معايا نحسة للأهريكة الطويلة ورانا واروان نحسة سيئة للأهريكة اخرى وقت فايقة بغش يجيني نعاس كانت كارفقت بشي سامسكيين كيفاش كان كتصرف معايا بطريقة اللزوينة مهدبة ولطيفة وكيفاش كان عنديك القبلة بينه وبين ماريا انا مجرد لعبة بينيتي انا شخص بضي انه كان بغي ماريا شحل كن كرهو كن حقده لي هو وياه منعسة الوقت مسأخر من الليل فقط صباح كن حاسبت صعب ولكن شوية على البارح الجسد يلي كله كي يقلمني ما عرفت شلاش ولكن عينيه كي حرقوني من قلة ناس وبكاء بنت لي روان كتدخل الغرفة صباح اللي خير حبيبه هكي صباح تين يوم حسيت راسي الحمد لله حسن من البارح بقيت نغسل وجه و مكره شندوش ومعسة براسة وحطت صنية لفعل اكل رغد رامشات للطهر على قبل وولدها كي بكي من البارح لا اه مسكينا عفاك عصدري لا مسكينا بقى سمع ايهاك وخلاص بوحده انفاز براسة وياكت تزدك سائل مغذي في العمود من العمود الرافيع كتقول لي بالعكس هي اللي قاتلك انها تعتذر منك يتخلاص بوحدك بمناسبة كي يرى مشال لونطن يوم في الصباح كان مشكلة في الشركة وقال انه ما قدرش اني يشوف وجه الوجه كي حسب الدن وزيت راسي واني كان حسب الحسن في الداخل خلاني بوحدها خلاني بوحدة مرة اخرى بدأتني روال حمام وخلاتني باش ناخد راحتي لم تقبلو اني نبقى في المستشفى قالوا بلاد الاجواء ستجدني اني نبقى هكما بكساء ومريضة كثير دكتر لم تأخذني رجال للبيت صدمت لم تتحك روان ماذا لم تصدمتي كيف رات اخويا هادي تقدري تعيش معنا وفترة قصيرة وعد هو ركيا ما كان في الدار وحد ما تنسي هدي غيسال لك موضوع سأقوم بعمل لبس منهم يجبني خروج فاول فاول لديك الوضع وفاول وانا اعطني رقم ذلك سأصل باللحظة ولكن انت بريائي من علي فاول حم حين صعوبة طبعا كنت حيت هذا السائل السيروم اللي كان شعرت لك لك ركش من غرفة القراغ وراوان وهند وإليا اشحل زمينين هاد العائلة هادي كان ايديا كايحمق العمر دي رو 4 سنين عامين قلست في سيارة اللور كانت شهر ده كانت تخيل كيان وصار كان ممكن وش ممكن انها تكون شازمها وممغاش حتى اني نعرف ده ستشهر كانت صعيبة بزاف بدون كيان ولكن تحملت وكانت كيبرياء اكبر من هاد شي كامل عشف منزل عائلات كيان وصبوح كامل حتى تشافيت بالكامل وذيك سعارة بدأت كتش رحية المحاضرات اللي اجلتها وتأجيل حفل ديال الزفا بحيث كيان كان عنده مشاكل في الشركة وصال الحفل ديال تخرج ديالي وحضرت العائلة ديال كيان كلها إلا هو ما حضرش الحفل ديال تخرج ديالي وكلفش نفس الحضور كلت جالسة في الحديقة العامة لابسات جين جاكت هكا قصيرة في اللون البني طالق شعري الدهبي كان شوف للتليفون ديالي وانا كان شوف صور كيان الانستغرام اكتشفت ان سارة مكانش معه بخشكي همني ذاك شي دياله بالمقابل ولي صديقه الأحمد والدعم كيان ولينا كانت لقى بزاف ولكن بتأكيد ما وجود واحدة من اللبنات حيث كان كراءة يبقى مع شاب وحدنا كانت سيقش فرجان هزيت نظر ذيالي الفوق كان شوف المكان كله ما عرفت عنش كنقلب حلو كنقلب حلو كنقلب لاش حاجة ولكن تضمت المليشته كان كيان قالت على كرشي طويل في الحديقة وكيشوف هكا في الجانب لابس جين شوية ميز هكا بالكارو تريكو ديال الصوف اللون الأخضر المغلوق ودير تقييف شعرو هكا في نفس اللون وكاشكول وعندك البرد كيبحل لك يقلب لاش حاجة بعينية شغلت الموسيقى في السامير عادي يعني وغنية ديال حكاية سحب ديال سامير حسني سميت غدا بتيجاهو وقف قفت قدامه على بعض خطوات كان كيشوف بعيد حسنا قلت لي هاي اذا كيشوف كانت صدمة على وجهه قفت بسرعة بحل بغيي عن نقني قدرش يدي قدامه بشن منه قفت مصدوم ساسمت لي بتيجاهو جاني بيا رغم شوقي الكبير لي ولكن ما غريش نسى الفعلة ديالو بعد جوش خطوات اللور تميز غدا هكا الخلف ساسمت كدن بأنك لو أغبرشي شحال من شهر سينسى ذاك شلي درتي بيا سينجيو غنى عنقك هكا بسهولة فيت براسي حمق نتاعي انشوفوا الأصبوع الجاي لحافظي الزفاف باي باي ثميز غدا بعد علي ورفعت تراسي مع صوت الموسيقى سينجلي عيشتك الجحيم كيف معي شونية وصلت للدار كان طير من السعادة ما عارفه شعله اصلت براوان وخبرتها بكل شي روان قالت أنه ستعوني بشي نتندمه هكا وهاتش اللي سينجيروه بالفعل وفقت طبعا على الرغم من هذك شلي دربية كيضل خطيبة وراجلي اللي سيكون بعد أسبوع شريت كل شي وجيت كل شي كان سنة نهار اللي بدك يقرب نهار الزفاف ده ساعتين وانا كان فكر حتى قطعت إلينا الخيط دي الأفكار دي سمعت أنك يا رجع صار بشروط اه رجع شفته كان بين علي عيان ما زل بغت نتقبي منه صار بشي سامة هنخليه يندم يندم بالساف يلا وجد راسك هذي مشو باش نشريوش حواج مات إلينا براسة سجهت الغرفة وبثلاث حواجها إيلين تصل بياجه تقل أنه سيأتي مع راوان وخالد وإياً لنشري بشي حواج ومات براسة راوان مازل ماشرات شحواج جاءت راوان واخرين صارة كتتتكلم بلطفة مع إياً حبيب خالده وتحشيك بزاف وضحكت راوان وخالد وطلعوا اللغطو وإيلين كتتتكلم بسعادة مع راوان ورواان كذلك كانوا متحمسين الحفل راوان كتقول أن أنا خالتي بغتوا يكون أكبر حفل زفاف مناسبة وفقط خالتها بدير حفل زفاف هنا وصلنا خلينا الشاباب وإنه بدينا نحن يكون دير التسوق دينا سيتم قلش لكم أن مارينا ختفت فجأة أما هي باطلا بحل بدت تقبلني ولنا كان هضروباً بزاف ولنا صحابات وبللي أنها بدت تحس بلاحجاب نحية أحمد الخميس قبل نهار زفاف عمري ما تلاقي سفكيان حسن اليوم وبللي يا بله هذا مزيان باش منتوترش كانت راوان كتوصف لي الحالة دياله كتقول لي بله سالح بزاف ميكيت هدرش بزاف ميكيت يقولش بزاف صراحة بقافية على هاد الحال دياله ولكن هادشي كيستحقه وجه نهار زفاف بقت صباح وأنا نشيطة نشيطة جداً ما عرفه شنو اللي غيوقع ولكن علش أنا هكذا ما عرفتش أول حاجة درسها دوشت نشفت شعري ولبس حواجي اجينا نقطع من جهة ركابي ومتركوا ديال بصوف هكذا سخون لأنه كان الجو شوية بارد ونزلت لقيت سئلي نواج ده باش نمشوا للصالون ماما مشت الدركية هكذا سبقاتنا باش توجدت ما كنا مع خالتي غضينا الفاساتين مع بعض الأممال والعاملات تعاونونا باش نقروا الفسان جلي اللي كان طويل هكذا وصلنا للصالون بعد نص ساعة نتوطرة بالساف خائفة أننا توقع شي حاجة كيف موقع نهار الحفل في منزل كيان من خلاني ممشا لعند ماريا معرفتش خائفة انطح هذه الفسان ونسوقع لي شي حاجة ليشي حاجة هذيك وشحائلة متشائمة رغم أني فقط فرحانة وكل تفاعل كانوا نحقوا عن الملاس كامل بعد ساعة سطويل هذه الحضير كنا واجتات جود سارة نجي واجدة كل فس عندهم اه كي يجي تسكن بالمزيانة ميشي مزيانة خارقة الجمال سعدات أخويا بيك تسكن تحك شكرا يلا مشينا جود يلا را كيان كيتسنك يلا خصنا نمشي لجلسة تصوير وماس براسة شد بيتها وتمغادين نحو اللغته قلسات وعودها جود كي يزلال فسان ديال لحسا تقعد تاس وكيان كي يسحب لجهة الخراب هكا الحداء باش يخليها تقلس بأريحية بعد كي تشوف بطر بعينها كان شارت في ملامحها كانت متأكدة انها حمخاس وفضل اللحظات بلاورر عارفة انها زوينة وشفتش في انيائيا عارفة انه كي يشوف كي يتفرسها وصلوا كمّلوا جلسة تصوير كانت كي تسمد انها تشديد وتعالقوا درجة انها تسمدت وانها قبلة تخدوا بعد قاعد الحفل كان كي يرسدي لبسها بيدلة انيقة سوداء رسمية مع كرافة سوداء وشميز في اللون الابيض وساعة يدوية وشعروا مطلعوا الفوق في حركة لبينة وسيم جدا بذلك الزفاف كانوا يقلسوا العرصية الأولى على الكوشة وبعد دخلوا كي يرسل كانوا وراكم من خالد ومهند اللي حسو كان يلبس لباس رسمي وجود كذلك ومسأت لانتقام 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 ومسأت بسعادة حقيقية ماذا لم أحسس بها منذ فترة طويلة ومسأت بروكارينة اخذت نفس من العتر ومع بعد بعد تخلاص ومسأت رسمها فنق ومسأت 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 كانت لحظات سعيدة جدا بحل الجميع كانوا سعادة اليوم بتساكيد كينشي ناس كيكونوا حقودين كينك يحسوا بالغيرة ومشأف ذكي سعادة اللي كنتم لأوجه كيان قررت انها تعاطم وانها تنسى اي حاجة وقات وانها تتأخذ الحب ديال ويها بوحدها اكتشفت هالليلة انها كتشق كيان في الواقع منذ مدة هذه ولكن ذا كتشكرة انها تعرف تعترف ما تشين نفسها جل امد كيان واللي كانت كتشع سابر في حل امد ديالها بس لها راسة فالرح سوني بزوج مني اشتاد اللحظة هذه قبل ملموس كنتم لكم السعادة انكم جمعكم الحياة ان شاء الله كنتم لاني نشوف حفيد لي عم مقاري اغم الزوم في نهاية الكلام خلاها كيكتش بالحمرة الخجل بدأ يضحك كيان قريب ان شاء الله قريب وبدأ يضحك كل واحد جاء يبارك لهم بدأت تلقص مع الجميع حسن مع اخوات كيان هي ليست عروس الخجولة بل على اللاكس كانت فرحانة كانت اشتح مع الجهادة لما تحس بالخجل وحرم نفسها من هذه السعادة هذه كانت في مستوصف القاعة فالرقص تسمع البنات كل يرقص بها دائرة فجأة اقرب كيان شدت تريد تتحمل داخل ولكن صدم الجميع منها كعرق وطريقة التي خلت كل شي يصفق لهم غمضات هنا وتسمعت تحاول انها تطار من التقرب بينها بين مرهية التي اختفت من حياتهم والحمد لله صفير تصفيق صرح كل يصفق فرحان لهم كان يهم تلافض بكل كلمات الغازل التي كانت تسمع منه تحصل انها كافية لتعيش المدة بدون اكسجين فجأة بدأت اغنية هذه اورائها اغنية تيارة ما يعرف تاسم وتسكت بالشميز يتحرك بخيفة وبطئة لعنغام هذه الاغنية فجأة مثل هكيا كان بريك صغيرة كان لحشق كاميراتي كانت نفسك حبيبتي تيرك روحي وقلبي وحبي وحياتي كل شيء بالنسبة لها معشوقتي صغيرة بتاسمات وزات انظرها كان تحس بسعادة عامرة تقبلها رأسها بغضو ويقص على اغنية اخرى ومرة مرة يبدل الاغاني ومرة يستمسعين باللحظة زيفاف ومر الوقت بصرها اللحظة السعيدة كانت نتهي بصرها سلات الحفلة بالبكاء كل من ايلين وماما بدأ يبكي وانا سألس محسو وكان يضحك لي حس صار لم يضحك لي هف كنكر هك هك حظ انه كاي بساسم تقول لي كنكر هك هك نتحك حيث غضي 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 حس اذا غضي ستعيش معنا مرحبا بها لا تستطيع نساق لانا ستكون فرحان بها ستتوانس مع ماما وماما جدا ستتوانس شكرا كيان ولكن ماما ايان لا تستطيع تنساق لانا الشيء بلص خلف الفترة قبل يا خدي لهم حاجة انك مز بكيش بسك امسح دموعي جخالي ومه بدينا اوما شديت كيان ثقة وانا كنت احس لأول مرة بالأمان وبدأ الزفة الوضاح كانوا شباب من اصدقائك كيان بالساف وانا كنت 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 لحظة بحل كانت منشفق الغيوم من فرد الساعات دخلنا الغرفة دينا قلت نفس الغرفة غرفة كيان اول ما قلت على السرير شديد وقلت قد على الأرض كيان سمعين يا حبيبة اهم حاجة اخصني نشرح لك شنو اللي وقع قبل استشغر كان مجرد خطأ صار هي لدارت شي كامل انا ما قلت لها هي لتقرب اسم مني بذلك اللحظة انت يحلي شي الباب انا ما عارف قاله كان قسم لك انني خرجت من حياسي وعمار ما ستقرب بلك سيستلم هو الشركة بلاصي حيث عيث سبساف انا رغمت تنفهم اللي كانت عدي تسعة شرعة الاول مرة كانت استشعر صدخ في كلام وصدقت لانه فعلا كنت كنت بغى ماريا كان تزوج هيا لش عدي عندي اهلا اعرقت كان بغيك كيان انا كان عشقك كنت مبرمة الاقصد الانسان اللي لها جميلة مارحة كان ظن انني هكا لقيت زوج حنون وعائلة جميلة جدا وذات الثلثية بوضوء كنا في انا وكيا كان عيش رمانسية جميلة ولكن خيثة تخوف انها تساعدة ديالي مدومش كان هارث لات تصل بالام ديالي ولكن من جاوبات شئي تكلمت مع يبو لكن ما قتلي يا وانا اشعر موضوع من القلق وقفت احاول انا يساعد ساوزن ولكن طحت الارض سمعت تساعد اقدام جاية من لط ودخل كيان وانا كان شوف وانا قلس على الارض شد برجلية ما عارف ما يبقى عليها صار مالك مالك شنو فيك عارف على السرير ما عارف كيان ما حس نتقى نتقى في الله وانا نتقى ومسبر صوت ستنازل بسرعة نحو النتو نتقى بسرعة من السيارة كان حس بشكل قلب تزاد مع كل خطوة كان فتحت الباب ان كان مفت لم يكن حتى ثلاث هنا كان جري بسرعة لبيس ماما فتحت الباب لم يكن ماما ايلين فينكم قلس نرى في الارض كان التليفون ايلين فتحته كان اخر شي صال الاسعاف كانت تصل بماما بسرعة ستسمح صوت تليفون دياله في غرفة دياله في المشاو فجأة ابدأ يصنع تليفون دياله قالوا سمعت صورها قرد ديال ايلين مالك بسرعة وقفت قلت لك يا ديني المستشفى لقاتل دياله كانت نجري هكا باش نرك في اللطب اقصى صورها كان حسب الانفاز دياله قلت ليا ايلين كانت مريضة بسافة دياله مؤخرا وكيد بغت تقولي ايلين وكيد بغت تحسين كبير الزواج دياله بغت تخسرها الساعة ديالي وكيد اليوم بغتات الوعية دياله كانت تنزف مني فا مستهى ونقاسة بغضوء للخارج ولكن بالداخل بحل غدين حمارك وكيد اشتغوت اه 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 وصلنا للمستشفى دخلت وانا كان نجري وكيد مرايه كي بالليوال وحسن طريق ما كاسبتش ليا كان ندخلها كف الناس كان نجري وكندخل فالناس كان طحوا النوت كان نحسب حشي وحدها سكرانة كانت تبلي ايلين واقفة ودموع لاخدودها ما كنت جري عندها عند نقاتني وعرفت شيء اللي اعرفة انه ماما بصحال خطيرة بالساف ادخل الغرفة اللي كانت فيها كانت شاحبة وطعرفت بزفة دل ايام شدي تلاقيه في ايدي ما معافك ما تخليني شحفك بس بعدي شعني يا سنتي شكل عندي من غيرك قد أسمع موحد النفس عامي قد أخذت الأكسجين مني كان سوسع ضعيف بنسي أنا غدل واحد بلاصة أحسن بلها ما تسعسبي ولا تغدبي هدي نكون باخير أنا زوجتك حيث عارفة أنه غدي تهلا فيك أنا مريضة مدة طويلة قبل ما يتقدم لكيان أسبوع كتشفت أني مريضة ما عرفتش ولا كيف تطبط عرفت فقط متأخر بالساف ما عنديش علاج طبيب أعطاني فرصة باش نوتهاك كتش كان ناخد مضادات حيوية كتش كان بكي كانت كتش عياني طول هاد المقص وانا ما حسيتش بيها شح لأينا حقيرة كتش كان شوفت عبد يالها وجهش أحب وما أسميتش لها ما كلفش النفسي حسن أني نسهولها وشيئة بالخير أولا اللي خلصة بوحده مشتش كان عيش مع كيان شح لك نكرها كان نفسي مشتش كان نشوفها هنا كان نبكي بغيتك سكوني سعيدة ما بغيتش نشوف الدموع تقاش لي يا ساعة قليلة غنعيشها معك بغيت تقول لك شح لهم الحاجة كيان والدي أعثاني بيها يرى الفلدة دي الكعمدية لي وبنتي العزيزة إيلين تفنس يا ابنتي الشهادة في قرايتك بغيتك سكوني في مر سابعة مرموقة بزاف عيش حياة سكوني سعيدة كانت غدا تصدعينيها لا ما ما هفاك ما سمشيش يا ماما بقي معانا سمعتك أتقول بسعب سكسية نعييها خليني أغنى لها سابنتي نحس نرساح همس بكريمات سمعتاش كنظن أنها كانت كتشهد وصداز عينها ومعودات شفتحاتهم من بعد بعد الشهرين على الوفاء دي الماما صغيرة طفية بزافة الحواج واندى منها أني وليس هادئة أرجعت هادئة كما كنت فقط الحياوية دي هاري حسكيان قال أنه كيف ساقد البسيسة أمسي نهار القنازة كتغيسة أكثر بكيتش ما هدرتش تحد مقربني تحد ملامني كنت أحس أني فقط أكبر جزء من حياتي في لحظات إلي كانت طول هذه الفترة هادئة ولكن برغم كل شيء الحال دي هالحسن مني أنا كانت كاتب تاسم كاتلعب مع الأولاد قد رجوت أنه يخرجها من ذيك العزلة ديالها كبالية أنهم سيكونوا أصدقاء فقط لنت بالعاصر وأنا كان أحس بالخمول كنت أذكر فقط ذيك اللحظة اللي كانوا كيرمين فيها التربع على ماما ذيك اللحظة خرجت في الروح ديالي حتى أنا حسنا لذلك كانت خيل كان شوف بجنبي كبالية كيام ناس شعر ديالي مباحسر بين علي التعب والإرهاق وكذلك الحزن ما لمحوا الهادئة كان حسبيها بحلة كبالية كبالية خلصني نخرج من هذه العزلة ديالي ماما سيكون فرحانا وأنا كبالية على الأقل خلصني نحساني بكيات شوية كان أحس به متهم كان هو كي يسم بي ومساها أنه يهسم بنفسه قفت بوضوء بلا ما نحس كيان وغطيته وتوجهت الحمام دهوجت وغسلت سناني كان أحس براتي ماشية هذي كان أحس بألد بحل شوية الغتيان أيام وأنا كان أحس براتي ماشية هكية كنت أحاول أن ينجال هذا شيء أحس بشي العياذة أحس بحسني أحسني بالنفسي الأقل على الأقل ما هو ما أحس بشي أن أجعله أحس بشي معي هذا الألم الذي كان أعيشه أولا أجعله ما يبقى يبغيني كيف ما يبغيني جاسب لي وحد الفكرة قررت أنني لدي المفاجأة لكيان حد الوقت كامل هو معي كي يحميني كي يحاول أنه يخرجني من هذا الشيء كامل هذا الحزن اللي عيش فيه دمجت الفرصة أني أخذ نعوض لي أنا ولهو شوية من ذلك الشيء اللي داروا على قبلي قررت أني ينفذ الخطة ديالي بمساعدة سرابان طبيعة الحال خطات لأنهم يسافروا جميع المزرعة وفعلا ذلك الشيء اللي كان حس أن الخادمة طلبنا منهم أنهم يخرجون بعد ما يكملوا الخدمات بقى لي الحارس هو واحد من الحرس ولا يبقى هو هو اللي عاوني فأني أنه نجهز الحديقة وأني ننزينوها كنت لبس من كيان قبل صفت له رسالة أتلبس منه أنه يخرج جيب لي شيء أغراض من السوق في طبيعة الحال جيك الأغراض غيلقاها بعد عناء طويل ووقس طويل أخبرته بأنه ما يرجعش للطار ولا بيها همشيت لعيادة قبل ما يرجع كيان كان سبعني فكرة أنني ممكن أنني يكون حاملة ولكن وش سيكون كيان سعيد وش سيكون فرحان كتخيفة من هذه الفكرة وصل الوقت لكي لكي ندخل على طبيعة وفعلا حاملة كان حمل قطعة من كيان في الداخل مراجلي حبيبي كان حسبي في الأحشاء ولدي أرجعت إلى فيلا وبدأ كمال الخطة دوش قد شعري خليزه مطلوق كيف يبغي كيان لبس فصان أحمر كان كيان شرع لي ويتمنى أن يلبسوا كنت حتى ينسوا هكا تتكون شي مناسبة وهاكا مناسبة قدرت مكياج ليلي صارخ كانت عندي وحد الحلبة العلبة كتوجدها من مدة طويلة بدون هدف ولكن ده عنده وليل عنده هدف قدرت فيها النتيجة دي لدوك التحاليل وأول صورة لولدنا مع رسالة كتب صباح تيدي ودرست على الأرض وديت كان قادرت هكا وحد دي شي صغير مور الأشجار وقادرت ومتأكده أن كيان يقدر يكون هن في أي لحظة تلبس من الحارس أنه يقول لكيان لكيان لكي يدخل من الباب الخالفين لأنه كان وحد مفاجأة أعلى قبله دقائق سمعت سوس محرك السيارة ديال كيان هكا حبس وقفت كانت هنا أحد ديك الطاولة خدمت الموسيقى كانت أغنية ديال ما بعرف ديال يارا اللي نقصني عليها في ليلة ديال زيفاف ديال الأغنية كي أحشقها كيان كما كان أحشقاتها أنا تخلي كيان هو مصدوم من هذا الشي اللي شاف ولكن ذاكي يشوف فيها تصدم كثير مني شافني وهاقفة بذاك الفصل أحمر شعري مثله حبيبة ومش تريد رجيت شي كل ومس براسة بشي سابة رقيقة ترسمتها لمحيها ثم جايب خطوات سريعة ممصدقش أنه أخيرا خرجت من ذاك الحزن وذاك الآلم اللي كانت تكتحسو وذاك الدوام اللي كانت تدع على رأسها فيها عندنا قبع ذلاس والعناق أشتقت لك أحياتي أشتقت لك روحي هاتش كله على قبلي حسنا أشتقت لك حبيبي تيسها كيك أنشوف فيها كيشوف فيها أشرت لي لديك العربة اللي محتو أعطاها فتحها تضم شيتها حالي واشتش في الصح واشتش حقيقي ما يمكنش شو مش نشي فعلا حامله فعلا تسألك السمس دومة قبيلة خذتك رسالة بدك إقرام صوت مرسافع إلى حبيبي وروحي ومن أحببته بجروم يا أول حب وآخر حب لي في هذه الحياة أعلم أنني مقصرة بحقك لم أعتني بك ولم أهتم لإطعامك وشعرامك بل أهملتك لكنني كنت مكسئبة ثم تحدثت له عن كل شيء فعلته اليوم حتى لحظة كتابة الرسالة كان كيب كيب دموال فرحة خلي كل شيء على الطاولة ورجع كي يشوفها بكل حب وشوق كان هناك الماكلة التي كانت توجدتها بالتالي ذلك يتكلمون وتحتك السماء الصافية كيف ما في أول يوم من زواجهم الغد جاء العائلة كل العموم مني عرفوا بالقال الحمد جاء لكل شيء كان فرحاني رجعت الفرحة جديدة للطال كنا سعادة جدا في قمة السعادة كان نظر أن أمام سكرراتي عليها ولكن بعد الأسبوع لا أعرف ما سيوقع ما سنعيش فعلا في السعادة ولا ستوقع شيئا ستغير كل شيء إيلين سارة كان رسالة جاءت لك بطاقة كان نشوف إيلين وروان باستغرام كان كيان وخالد على برا وجود في الغرفة جيال وكان غنو إيلين وروان لسحس أعطيت إيلين البطاقة فتحتها بالغلاف ديالة كانت تهوى الزفاف كما بان من الخارجي لأفتحتك أن تضم هذه دعوة خاصة للسيدة سارة أرجو حضور حفل زفافي بشدة وأنا أضمن لك أن هناك مفاجأة جميلة أنا أتمنى حضورك بشدة جدا أنا نور سيقام الحفل غدا في الساعة الثامنة ليلا أتمنى حضورك قبل هذا الوقت كي تتعرفي علي وعلى زوجي في القاعة وكاس بلائس القاعة رابان هل ستبشي؟ سارة ما عرفتش سنشوف كيان شنو غي يقول لي أنا مرات التلفون سنشوف كيان شماله حتى خالد كنظر أنهم سيبسوا على برا ماشي مشكين ماشي ونحن يبثل ثلاثة ما عاجور ماذا رأيكم؟ قد تتفكر سارة مبعد وافقت علي شلا ولكن ما عرفتش علش كتحسبوا حد إحساس بشكل محسنش براحة نهائيا صباح يوم شديد فاقت سمعت الله متأكد بيلا ما ستبشين الحفلة علي شلا تشوف شنو هاد المفاجأة هادي فكرة شنو غادي تلبس اختارت فسان أسود طويل هكا ونزلت باش تفطر لأنه كتحسب الجوع القاتل فترازم قد كتطر هكا مع البنات حتى وصلت الربعة قد ساعة واحدة خصوهم يمشوا باش يجهزون فوصهم للحفل لبسدك الفسان حداء عالي قد دس مكياج ليلي مناسب للحفل ذي الزفاف والبنات كذلك وخروا مع جود اللي كان هو اللي يقاد بهم السيارة ورا وانحدها حتى وحد بهم ما عارف لالفين غادي فسات غريبة الأطوار وعرض عليهم الزفاف دياله كانت تحس بشي حاجة مشيئة هديك وصلوا المكان للحفل كان مكرا راقي جدا كان ضججة بسبب الحضور الكثير نبهرات بشكل المكان كان أجمل وأضعاف من المكان اللي تقن في حفل الزفاف ديالي ما شي مهم هي را ماليكة ولكن انا كان ملك أراق وأفضل زوج في العالم وربما عادة اللي تزوجها قبل يكون عنده الفلوس بالزاف وغادي يخونها ولا بغي بغياش بحال كيف ما كي بغيني أنا يا كيان دخلنا بب أقارب العروس دخلت وشفتها كانت كاتبان زوينة بالزاف بشكل لا يصدق أجمل مني بكثير جاهزت نفسها كتر من الوصف شعرها مكياجها بقى ما نادرش لماسات الأخيرة قفعت مني شفتها أهو حبيبة شكرا حيت جيت لبيتي الدعوة أنا هي نور أنا كنت معجبة بك وانا كنت شفتها في الزفاف ديالك كنت موجودة تم باكينة دك شعر لش دايتك بشت تحضرني الزفاف ديالي ومبغيتك تتعرفي بالله وأزجمل بثاف من الزفاف ديالك وش هاتي حمقة وش هاتي قد تقول مغرورة ما عرفتش ضايقتني بكلامه ولكن كنت تلعب مجاملة وخا ما شي مشكل بدوك شفتها في البلد حساهم ما عرفتش كرهوها بشتة في كل لحظة حسنت قلت نور ممكن تسعونيني لبس الفوستان ديالي شفت في الخادمات كانوا خرجوا قالت نور أنا اللي خرجتهم بغيت تكنسيلي سعونيني شفت في الفوستان ديالك كانت وقت قريبا قريبا لطوقيا كان زمين بساف تخليت كل أغراضي اللي عند الملاس ومتيسكي نعاونها باش تلبس الفوستان ديالك مدام تلبس مني ما فيها بأس قلصت رفع الفوستان ديالك ما غديش نقدر لبس قلصت رفع الفوستان ديالك ممكن تسعونيني عفاك شفت بها بشوية مجال الحاق ديالك وقلصت فيه ولكن بساسم قلصت عودها انها تلبسه يزقوا لي هاد الكوريا ديالي يجابوا لي يا راجلي حبيبي ممكن تسعونيني اللبسه تفقفت داخليين كنحسب حسنك سعاملني بحل خادمة دياله شفت الخاسم دياله كان زمين بزاف كان قريب الضوق قلت راوان بما انك سليسة اهلا لنور ممكن تخلينا نقلصهم على الحضور نور تبعات الحال ساعة ديالة عاوني البناس يقلصوا لها طويلة خاصة مشينا وقلصنا سماك أنا كلما في بالي ماشي هنا كانت في كارفكيان لماذا نتصل به ما كايجهوش من البارح ما كايينش ما عارف شماله سمعت واحد الموسيقى زوينة هاكا بدأت كانت موسيقى ديال العريس دخلت العريس وقف كل شي بدأت صفقه دورت الراسي باش نشوفه أنا بساسمة بدأت بسامتي كتلاشة وجهك يشحب كانت تشعب البطن ديالك تسألني بشدة نشوف ما يمكنش لا تحص على الارض ولا كل شيء اسود فتحت عينيه وانا في المستشفى عينيه كانو خاوين ما كنحس بشي حاجة شنوقع وجدك شي اللي شفتو حقيقي نشوف كنس اينين وراوان كايبكي وحسا رهات كنس كينو ديالك كانت تقات في الجلسة ديالي اهي اهي لا بتحركيش بزيان غاي لا تحركتي هكي غا تأدي الجانين فتحت عينيه في صدمة وولدي شنوقع دوكين نزلوا دمائي في صمت شنوقع في ذاك الارض وشكيين وشكيين ارهاش لي سكتو البنات وقلوا لي شنوقعين سكتو البنات سوحدة فيهم مجابات فينا هو فينا هو ديالك تغوط ايلين هو تزوج بهديك نور وخلاك انتظر مني زوجي راجلي مشاع مني خسرت راجلي ودبا يعني اخسر ولدي قلت كم بكي ديالك الليلة ديالك الليلة بكي تكسر على الوفاة ديال ماما بكي تعلموه ديال الحب ديالي لهذا الراجل لهذا اللي غدرني غدرني المرة الثانية وش مكتش كافية وش الجمال ديالها السهفية لها الدراجة ارجعت للدار بصعوبة طلبت من ايلي نجمائي حاجة تخصني في الغرفة وديالها في حقائم حصل اغراض ديالها نسح لحظ الحظ لحد انكيان ما كانش واناكت غديدها رسليه وش هو وهديك خيسي درشي ديالك اللشي وانا كانت حرك وكان همس ودموعي على غدودي اصبح ليها ولدي غديد تكون بهيدا يا لبا بالرغم انكم مبقاش معنا بزف ولكن غنبعدوا علي تفاهم عارف شن وقع اياك كانت سمنى انك تكون بتفاهم ديالك كانت بساحة دموعي هكا بقصفة دخلنا طلوان وياك نسكي واش انتي بالصحبة غالت سافري واش شركات سافري بالصحب ولكن غنبقى هنا اسبوع حتى يقدر خالدي يخذي الموافقة لطلب الوجوء ونخذ الباسبور والورق ولكن عندك تكون اسميتي يقدمك عندك اعنقاتني راوان وياكاسبك دوعين اياك يسيرو مجديد بالدموع كنحاول ما نبكيش ولكين بقدرش ما قادراش نحبسهم والذي غيكون سايسي لبكيت جات ايلين صافي جميع تقول الشي ها وجود كي نزلهم اللطول حتى يمشوا لدارنا ونخذه الحواج من تماما ونمشيه دترا وانكاسبك احفاك ما تمشي تقدري تلقي منه وبقى الناية ما تمشيش البلد خلال غدي نديره فعلا غدي نبقى مراته ولكن غدي نهشره غدي طالب انه يجب ولدي غدي تكون هاديك السافي اللي امحا غدي تأثر ولدي بيهم وربما تقوم ساوعا هكا تتخدعوا وتاخدوا مني كما اخداثوا مني غدي يكون هادا اكبر حقاب الكيان انه عمر ما غديش في ولده هادا هو العدب اللي غدي ردبوا لي اذا كان كيه يسمليه اصلا عن نقط روان المرة الاخيرة احفاك خودي هادا رسالة الخالد بغيت كتل مالي ولكن لما تشوفي احفاك بغيت يتواصل معي على قبل اجراءات حرفت انها واثقة فيها كتبت كتبت فيها كل احتياجاتي واللي عوني واللي عوننا لانه كان كتبني اسمالي ذيك الاخت وزوجات الاخ والاخت للزوجة دياله ذاك شيء ولكوني مرة حاملة فهو عوني في كل شيء توجهت اللوتو وكان جود هو اللي كيسوق انا احداه ايلين اللور اسمحي يا ايلين عارف انك جود كي يعجبك ولكن انا غنبعدكم على بعضكم هذا الشيء المصلحة كل شيء وصلت للطار دخلت وخديت قاعدك اللي مهم عندي المجوهرات ديالماما حويشها شيء فلوس كانت مخلياهم وعد شحويش اللي كنت انا خازناهم فلوس كتخازناهم ولا عندي ذا بالفلوس اللي يقدر يكفيوني ان يشري تذاكر ونعيش حل من نهارة ماكينة لما نلقى حل هذا الشيء قدرت اني نبيع المنزل ديالنا بسرعة قدرت اني ناخد تحويل الاموال الحساب المصري في اللي فسحت في بريطانيا اسم خالد سنتيها معايا وشين المنزل صديقة ايلين رجلها مسافر واختها معها سقبلتنا عندها عدة ايام كمل خالد جميع الاجراءات معرفش كيفش قدر يديرها كبعد السرعة ولكن قال انه عنده شي صاحبه هكا واللي عاون فاد الاجراءات وقدر ياخد ديال اقامه وربما حسن ممكن اننا نحصله على الجنسية البريطانية رسنتي الاغرات ديالنا هكا المانشستر سمه شرلنا خالد دهر صغيرة سمه يحجزت المقاعد ديالنا في طائرة كانت رحلة ديالنا باللين مشينا المطر كيان عمرو تصول عليها شو انوها ديال القلب جيالو حجر كيفش كيقدر يديرها هكا مراته وولده وخسافين ايام وما كنلفش نفسه حتى انو يقلب عليهم عدة اسابيه استقررنا في داك الدار تصلت بعد فاطرة بخالد وقلت لي انني اصفت لي شي ماليين هكا في الحساب ديال البنكي في البداية ارفضت ولكن ها اسرت ليس كان خدم في مطعم كان عديلة الحمد لله اني لقيت هذا العمل هذا وانا كان اعرف الخدمة ديال المطعم ايليل كانت خدمت عمل جزئي في سوبر مارشيت كانت ايام صعبة علينا بالساف شدت للطبيبة انا و ايليل فحصاتني وقدت لي انا جاني بخير وهذا كانت اهم بحاجة مني طلبت مني اني نحاول اني ارسح اكثر وصفت لي ادميا اني اخذ اقبل النوم باش نبنى هاد شي لحسيت بشي الم هكا ولا شي واعكا صحي ارسحه بالساف كتخيفة اني نفقد ولدي دازل الوقت دازل شهرين كتكان اخدم انا و ايليل اكثر ساعات هكا وحدنا كان نخدموه وحنا كان نخزنه الفلوس كنا نعيشو هكا باقتصاد كذلك ارسلنا خالد تأشي فلوس قلنا انهم فلوس من كيان وانه حق الشرعي كوني مراز والحد الساعة كانت افهم اموال كثيرة فرحت بالساف لانه سيكون عندي اموال كافية باش نعيش انا و ايليل وولدي حياة تزوينا بلا من اعتمده على شي حد دهت الشهر اخر افتحت حساب مصري في اجمال الفلوس يمكن ان ان اعرف معي وحساب بعض اموال ايليل كثير من كثير من ايليل انا ودخل افتحت الشهر الخامس و الجنس مازال لم يكشفتوا ويجب اتعرف الجنس وحساب الولاده او ان شاء الله كنت انت شاف الشاريع المحسو محل صغير مكشوب فيه محل اللي يبايه اسيف سر في مكسب السامسرة اخذت العنوان المكسب و ارجعت للدار كنت أظن أنني سوف أعمل هذا المتجر سوف نستعمل هذا المتجر فتح متجر الأعمال الفنيية اليدوية هكذا نستطيع أن نكسب أكثر من الفلوس ونستحها أكثر تخلص إيرين العمل في سيبر ماركت فيها هنا قلسات لم تكن قلسات، لاحظت على هذه الكرابة كيف حال الحياة هنا صعبة أعيد قلت أن نشوف فيها، ندير ذلك الفصق في أمي فعلا صعيدة والحب الصعب منها وكيان الصعب منهم إيرين صافي باركة كنت بدأت الموضع الثاني كدير أولد أختيه، وش بيه خير؟ ما عرفتش، وش كنت سميها كمني كنت تحرك وش فيها كي حطيتك حسيبة تسكدير ودينها أحدا فوق جيل البطن ديالي خلق أتتكلم معه، هذه العدد دياله منذ مدة تسقول أنه بحل لخصت دوز معه شوية الماقص خلتت لهيا ويا سارة، سنشر وحد المتجر قريب من هنا سوف نعودك ونعودك في أوقات الفرر ديالي لا لا، سيكون لديك وقت لعب مع الكثير من الواجبات المنزينية تقبلتي في سنوية 8 شر تتغوض ألي الفرحة وصدقها سيقي عانقتني بقوة، بدلت الحب، كانت فرحانا بثاف، لم أشتشف هذه الفرحة والنهار عرفت بأنني حاملة تحكنا وضوضنا وقت تزوينا مع بعضياتنا نهار الثالي فقط بكريم، لكي أمشي لذلك المكسب العقار وفعلا شريت هذا المتجر وعاولوني بعض من الجيران اللي يبلو أصدقائي لدينا أن نوجتنا وقدينا وصبغنا ونظفنا وكان محل أكثر من رائع هذا الشهر آخر ودون وجود كيان حياة أو شي حد آخر من غير إيلين كتزالة قلسة في المتجر مع واحد العاملة في المحل كان سيالة تقوم بذيك الأعمال الشاقة وأنا كان أعني المشحل بحاجة لكي تكسبها أكثر خبرة قال سهب سعب كان حسب البطن ديالي أحكى الألم دياله يشد معاش كل شهر كيدوز كنظن أن والدي كيشتقل أب دياله أكثر أنا كنشتقلي بس كنزل دمع من عيسو الألم ما تسيسوش طيلة هات الشهور ما زل ما متخيلاش كيف أشخلاني بهات السهولة كيف هاشوليت كناخد مسكينة الألم اللي كتعطيهم لي الطبيبة ورجعت للخدمة ضدتو شهرين أنا في شهر ثامن دابة ألم محدوه كيشت عليها أكثر وأكثر قدر بتنولد أحوال ديالنا تحسنات بزاف ولات الحالة ديالنا ممتازة فضل دكش اللي كترسلنا للدولة من أموال كيان وعارف ولكن لا أعرف كين كيانا أنا خرجت صباح الخدمة وإلي مجات المدرسة ديالنا تسالت الخدمة عندها الغروب تقريبا الناس هنا ببعض الغروب كيكونوا إباف حفلات ولا في بيوتهم بس كانت تمشى المحطة ديال اللي بيس عندي موعد الليلة مع وحد الجار لا طيب اسمي زوئي الكساندر عمره 26 سنة دعاني اللي عشاء هاد الليلة بش يشكرني حتى حتى تخليت خطوف في الدار معانا وحد الليلة من كان هوايا مكايش كان مسافر وبقيت معانا وقفت في المحطة ديال بيس وانا كانت نهيجي كنت مبساسمة حسنا اليوم بلا فرحانة لاني درت اعلان على المتجر ديالي في الانترنت وجو عندي بزاف ديال الزبائن ولكن اختفت البتسامة ديالي مني شفت كيان يمشي بحل يمشي بطرع النح ما علي وش نوقع لي المتجر ديالي وقال الانترنت اعمال اوهوه صارها وانترنت حبيبة وانترنت حبيبة قلبي لا أعرف كيف تستغلي فلوسي لتعيش هنا بعد الحياة الرغيدة الحبقة الصغيرة لا أعرف ذلك سواء العيش القديم وحبت ذلك فهي مستهدفل قدرة عندي في الدموع وقدئ من ذلك توجد مهاتين وقد أتيت في البوض وقد أنه بدأت من الدموع اصدقى ساعداء. والمشوار وقد كانت أتباب بالفعل قد أن أضرها في هذه المرة ماذا لدي بعد الفترة كاملة؟ سأجدك المرأة ? ماذا راجلك؟ نحن نسلمون الزوج من مرة اخرى كان يقول لي انه يمغيني ويعشقني وليس يسمعني غلها ترزوينا وذا بحاملة قلت لي هنا فرحانة ماذا اصبوا؟ حتى الزوج من مرة اخرى خليته و جيت لها نعيش بوحدي انا واختي وبنتي او لا ولدي ولكن تبعنا ما عرفت شكل عود لها زلط معي مني تفكرت شكل دياله مواقف هاها فدك الزيفة بديانه ربسات المرة عليك سفيد فهم سكابنسي حسنا بحالك ولكن انا مش رجلي اللي خعني انا ولدي يرماني في دار المسنين بسبب مراسل مراسل اللي جابت خلال داري ويخرجني منه انا وذا باغ عذابش ان يخد داري منهم حيث بسجلة بسميسي تخد جبرهم الحكومة لعنهم يخرجوا منها ومثلها بحزن بين ان كل انسان عنده مشاكل وجروح كبيرة ولكن كي اللي كيحار بعد العوائق كي اللي كيهرب منه انا خسرت اني نهرب بدل من اني نواجهها دهست خمس سنين خمس سنين طويلة بايامها ولياليها ولدت ولدي صغير في اكثر الايام امطارا في مانشي السر سميته غيت ولد كي ما توقعت قيلين تلقى سمع جود مرة اخرى ذو كي يتلقى وهي في الجامعة بتاكيد وكانت كنس كنسة معالية من جود فقط تلق نور قبل سنة ونص قيل جود انه كيش كفى علاقتهم كيش كأنهم زوجهم شي صفقة معينة ولكن انا مصدقاش ديك الهدرا بعد الجامعة كان جوده ايلين كي يخدمه في المتشر انا كان اخدمه في الصباح رجعت للدار على قبل مجنو كالغايت كان دار بولبرد رأيت ماما صار نعم حبيب ماما ماما في البابا كيش كنشوف فيه عينيك يدياكو يكت نقشنا في هذا الموضوع اشحب مرة ولكن اليوم سووني طوم قلية في نوم باباك ومشوف رحلة ديال تخين في الغابة احسس بالقلب يتكاسر ماذا تدريد الولدي؟ ماذا تدريد الولدي؟ ماذا تدريد الولدي؟ ماذا تدريد ماما؟ فجأة كان اسمع شي دقاء في الباب لا يمكن ان يكون في الجامعة احسن السيدة اللي كانت هنا في المتجر والجيران لا يترقوا الباب لا يدخل الأطفال من الحاضقة الخلفية لا يترقوا من هذا الباب صار غايت قلية هنا حبيبي انا سأتبعني احسن السيدة اللي كانت صدمة قدامي كيان كيان وقف شعره مهمل لاحية ديالة طويلة شعرات بيضاء بدأتك تنفرصه كيان بصدمة صار صار ببرد ماذا اجابك أعود لهنا؟ كيان ايني دامعين صار ستعرف ماذا اعينيته كيان نصل عندك كيان نقسم الكبيرة لك صديت له وجوهك بسرعة بغاش قلبيض عفق الدم مرة كرة اخرى غايعود يكسرني مرة اخرى كيت على الباب وانا كان بكي بصمت كان سمع صوته من اورى الباب كيتتكلم بين كي صار وحزن صوت شعقات خفيفة صار عافك حلي الباب صار شي ما عارفة شنو اللي وقال صار وحشك بزافة صار عافك صار عافك حلي الباب انا وانو بلا بيك انا مشتت انا تايها صار عرف قطعب ديالنعاس في غيابك قلبت عليك بريطانيا كلها واليوم ها تلقيتك ما خليتش دار مدقية ما خليتش شارع ما قلبتش فيه صار وش عارفة اني ما خليتش كنا كلها بزافة كنت عارفة ان الفلوس كي وصلك ولكن ما كنتش عارفة الحساب ديالك ولا تتحاجع ليك اللي عارفة اني خالده هو اللي كي كاسفت لك هذوك الفلوس كتكيلحمك نقلب عليك ومش يقولوا لي يا فينك كانوا يدخلوني المستشفى المجانين وكان خرج كتسموه جبارة سارة وش كتسمعيني ما تكلمتش نهايين كنتسمع الصوت الخطوات دياله كيباحب مبلما تكعين سيرجعك لي ومعنى سيرجع مرة اخرى كان بكي كان بكي كان حسب الشعقات ديالك يا لاو كان حسب بولدي حبيبك يا ابنقني سنقسم قوة سمحني يا ولدي سمحني سمحني ماما مالك حاولت اني نبتعسم ودعي ما زالك يا بطو عارف جبابك ما غيرتشوفك واش انت ما غيرتشوفه ستضم باندك تضم على المالة سعيدة ديال وبدأ كيضحك دهت جباتي على جباته ولكن ماما ما غيرتش تمشي معاك غيرتش بوحدك تشوفه غيرتها لاش حيث باما كذب على ماما بالساف ماما ما كيبغيش ماما ماما ما بغيش ماما باش كان شوف الدوع دياله كيبغيطوها كيطحو على دراعي ولكن غيرت كيبغي ماما وبابا إلا كانت ماما غيرتش معايا غيرت غيرتغيمشي شكرا لحبيبي ديالي شكرا لغيت تيالي ولكن غيرتك سمشي باش كان شوفه شاد لي يا بيت ديال ماما ماما وعدت غيرتغيط انه ما غيرتش خلي بوحده اياك بساسمت لي هم ساحد دموعه اه ما غيرتش نخليك اولدي غيرت بطفوري واخي الله تساسلي بخالشي الي ونقل لها اننا غيرتنخرجو مع بابا بزوج باش كان شوفه قبلت لغات دياله صدمني مني ومليبس لي هكا جميني كان دموعي كالطيح كالتنزل كان شوفه السعادة دياله هو كي نقصها كي يجري واش انا ام سيئة لهذه الدراجة حرمتوا من انه يشوف باك كل هات سنين هذي علاقة بالانانيسي بساسمت بايلين طلبت منا انها طلب من جود انه يتصل بكيان يقول لي يجي في العاصر باش نخرج بجموعين كانت ايلين فرحان العودة ديالكيان كانت نشوفه في السعادة فرحان تصبح بغير بسها وهذه و لا تعرف شنين نستخدم انا كانت بصعب ساحبي بايلة كذلك بايلة فرحان و كلها سأخذت و لديها و هنا كانت تحق بساسمت و كي شبه بسافلك لا تعرف لماذا ولكن برغم كل شيء كانت نشعر من السعادة في الداخل كانت نشوفه فرحان كل بسر والجين اسود دريكو اسود و جاكت سوداء و اسبر جينة سوداء كل شي اسود كيف كان شوفي واجدة حبيبي اه واجدة ماما خرجنا بزوج بينا بتوجهين المحطة ديول بيس قد نتلقى بكيان في حد الحديقة عامة اللي اعطاني العلوان ديالها مسبقا عشرة دقيقة وصلنا قفز غايت بسرعة من البيس وكي يسول وصلنا ماما ياك نزلي تزلي ضغية كيف كان تحك وانا كان شوفي لا تغطيحني نزل من البيس ودخلنا لك الحديقة بيس كان شوفي الغلقه سمعت غايت كي يقول انا هو بابا بيس كان شوف الغايت فين كي يشوف كانت ملابحه هادية فعلا كان كيان هو كيف شعرفه كيف شعرف بينا هو بابا جا كيان بخطوات بطيئة كان نظر ديال المصوب نحو غايت فقط نزل المستواع مديده بساوات صور وضع الوجناتين لكي ينبسها بفدو كي تشبه الماما كثيرا ولدي ساما ماما تقول لي انت تشبه الباباك مرحبا بابا انا ساما بدو عينين كيان كي يدمع مع النقوب قوة وهي كي يشمر قلتها انا ساما انا ساما انا ساما و انا ساما و انا ساما انا ساما تشبه البقاء بان لها باباك أدري اللحظة الأفضل تلك المجددة لا تستطيع بساعة النار kita لا تقرأ سادة هيا كنتم في المدينة الملائم أمي يحب سرعة تركيتي لا فين تساعد فقمت ويقوم بساعد وتتبه تنصر وكتبه وكانت تبسم صغير 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 ماما يلا جريم لقد كنت أرى أن أرجع بحاله وأن ألحقهم لم أرى أن أقرب أحدهم وشابك أيده وصبايا مع أصعابه قال لي يلا ماما لم يكن أسانع ولكن بالرغم أني لم يكن أسانع كنت أسانع ضوزنا وقت ممسع وحسيت أننا فائلا عائلة حقيقية بحكت كما كنت أتحك معكين قبل ذلك الحادثة اللاهنة حسيت بنفس الشعور وما زالت تأثير ذي العليا مستمر أعمره ما تغير وعمره ما ستغير شام واحد ممكن يقول لي أنه وذلك خمس سنين طويلة كيفاش المشاعر ممكن تبقى أن نفسها الحب هذا هو الحب ولا تساعة تاسعة تعطل الوقت تعطل فات الموعد للغاية وصلنا كيان حتى للدار قال غاية الكيان بابا نعم قلب بابا هل تلقى ثاني أو هل تتخبرها ثاني كيان ستلقى كل نهار كل نهار سينجل عندك إن شاء الله سينجل لديك المدرسة دير كخة وما غاية بساعدة ونزل وطرق الجرس لوح الكيان أو لوح الحسابة وكيف تساسم كنت واقفة قدامه كان شوفي كانت تدرات وحنونا دافئة كما في السابق شكرا لك غاية دبا ساعد بالساف فرحان وتسبب ما عرفش كيفش نشكرك درس بعويلة شفيفي بتقولي شهد الكلام وأنا رباه أحسن نبه مش أنت الواحد اللي يهمك الأمر ديالله بالمناسبة قرب إن شاء الله سنعرفك على جوري سوف نوضح لك كل شيء بعد ولكن بدا انت وغاية وجوري تفاهمنا؟ هذا أسبوع كامل كان كيان يأتي كل نهار عند غاية ستعلق ببعدهم كثير وكثير كنت نجعل غاية مع كيان في الدار كرجا كالقنطنية كل مقلوبارة أصنع على عرقب بين أنهم بجوني كيتلقى وكيوليو كاريتا اليوم سأتلقى بجوري ما عرفش كون هي كانت تواصلة لك ساعة ثلاثة ديالعصر حوام صغيت ولبسوا هكا بثلت لي حواجو قاديتو ووجد سحسا عنا راسي ولبس حواجي وبدينا لبسنا دوك القبات صغيرة صوفية خرجنا من الدار خليت وهكا فيت اينين خلينا الطاكسي وتوجهنا للك المقهة العائلة اللي نلتقي فيه مع جوري الفضول كيقس اني نعرف شكون هي جوري دخلنا للمقهة بس كان ندورها هكا بالنظر على كيان بالليا هكا راسو من الاخير طاولة كان نغيت كيمشي بحماس هو يقول نشوفه بابا غنت لقى بابا وصلت حتى تصدمت انا كنشوف كيان قلت على الكرسي قدمه ابنت عندها تلسنية قريبا شكون هاتي ما عارفتش كانت مني انه ما يكونش هاتشي اللي في بالي قف كيان كيشوف يابتي ساما مرحبا سارا على البطل ديالي نحب بغيت وكيهزو هكا بين ايدي قلت وتفضله قلت انا بهوتو وقلت حتى هو واحدة كيان قلت هاتي اختك جوري كتشبالك بساف بحالي شي صاعي قطح على راسي بنته يعني ولده ولدت لي نور يعني انه فعلا تزوجه وانه كان يبغيها وما تفارقش معها قفت بالصدمة وانه كان شوفه بخيبة امل حر كيان راسو بالنفي وملامح وحزينة ودابلة بغيت ننوض ولكن كيان لحقني خلينا نرى نتكلموش بيه على الفيرت خلينا ولده يلعبو باحده ما جاوبتوش كتمنى لنزلها راسي كنحاولت نحاشى اني نشوف فيه صحابي ادي يلا ولده لعبوتم هنايا واحنا هنايا غنشوفه فيكم وما غايس شد بيت جوري ونحاول قلس كيان شدني من يدي باش نقلس حدان بسحي دي بسحي لراسي سمحيدي عارف انه انه كيكت كفاها ما الموضوع تحجمت ذاك شي ما كانت بإراتي ما كانت شوائي كانت قسم ليك ما كانت شوائي وكعرفني انا ما كانت شرب شودك النهار كترت من شرب كتيتي مريضة وانا بوحدي وكل شي على راسي ما عرفتش ما عرفتش كيفاش وقع اللي وقع ما عرفتش هك كيفاش خرجت لي كتشفت انه نور حاملة ولدهت جوري وفي نفس اليوم تلقتها وخلت جوري كانت تراوانية لك تربيها وكتعتني بها وحتى تماما سمحي لي ما كانت شدك شي بإراتي كان نقسم ليك سميتها جوري كما كتيكت من انتي تسمي بنتك بغتك تعتبرها بحل بنتك وساعة منها كيب ما كتاعة مني غيط بغتك انشوف ما بساعة باش عد شي كامل بحدي شي صعيم صعيم بساعة هذه كبنت المرة اللي ضمرت لي انا حياتنا بسبابها غيط كان كيبكي كل الليلة ومتشوق وقليك وحتى انا ما نقدرش قال لي يا بقليل من العصب يا وش هتخلى هلا دلمت هذه ما هتخلى سلاع راه بنتي كيف ما غيت ولدي عافك ما تكونيش انانية صارة انانية انسان اللي اناني ضمرت حياتي وكتطلب مني المستحين انت هو اللي اناني كتطلب مني شي حاجة اللي كتسفوق القدراتياني وش ما كتسحش بيها ها انسان اللي بغيت وتزوج بمرة اخرى وعنده بنت منها وش انت حمق ولا شنو وش وش قلبك بتحجره فجأة هاركب ده كي حدني وكي يبوس لي يا فراسي كي حاول انه يهدني كان بغي كسارة والله كان بغيك لك عارفة ما عارفتش شنو دارتليك حاجة خدراتني مع قلش اراسيو وبالنسبة للجوري كان قسم كانت غلطة والله العظيم كانت غلطة هي مدنب ديالا والو ما عارفتش كون هي الام ديالا عافك ما عارفة والو مغيتش تعرف غتكون بنتنا بزوج نور ما غتكون لاته حاجة نهائيا بثوم بيس كان شوفي كان حس مضيق صدري هاتش كله وقع وكي يجبرني على اني نتقبل يحواج لي مغاهو وش حل اهناني قل الساكس او انا كنشوف غيث وكيلعب مع جوري خسوم فعلا هي راخسوم بعد كل شي خسوم خسني نتقبل الامر الواقع كان زوينا بالساف كانت شبه الكيان بالساف عند اشعر بحل شعر نور اشقر ذهبي زوينا ولا مكلمة بيحانو سخة تبقى الاصل من الكيان حسيت بكيان كاي شديد دي وكاي بتاسم بتحت وحش نشوف عيني المرة اللولة اللي كاي نقل السبعة بعدنا بوحدنا ديما كاي يكون غايت معنا بتاسمت ليه بتكلف فعلا سمعتو كاي تنهد ما زالة كاية مني ما زالة هازف قلبك مني كتت ساكساك انشوف عيني بوضو صافي ركعت درتي قلت يدك شي اللي كنتي بغيت قوله بالله كنتي موجبرة على كل شي صافي ولكن ما كنتيش موجبرة على انك تكون مع مهرة اخرى وانت مزوج بي ركخينتيني صدقيني ما كتش واعي ما كتش في الوعي دياني قلت بهذا وانا كنشوفها لبرا انت عارف اني اللي كاي شرب كاي دير كاي يقولش حم حاجة قدر يكون مباغيهاش ولكن كتكن كن صحابانتي كتكن ضنانتية ما عارفتش شنو اشنوق علي ولا شنو دارت لي في الكاس اللي كتش رفي نسيقيني ماشي كانت تفلها لك قلت كنشوفها بصمت نسيقو ولا ما نسيقوش كانت سمنى اني فعلا نسيقو في نفس الوقت ما كانت سمنى اني نسيقو هاتل اعتدار هذا جدت مأخر بالساف بقاك احصادر باش باع الطرق وانا غيسة كتشوفي بعد اقتر حكيا باش يجي هو وجوري يعيشوا معانا ولكن انا رفت ولكن غيت كان مصير على انهم يبقى معانا ونسوا كلهم في غرفة القلاس رجعت انا وايلين نحسا هي لرجعت متأخرة كانت في حفلة معجود مع اصحابه نحسا انا في الغرفة وكان حسن واحد الاحساس ديال الامان لي اللي فتقدتو ربما حس كيان كايد معانا اليوم حت ناس في نفس المنزيل معانا ناس راجل اللي كنعرفوه كل مرة كنك الناس بوحدنا فقت على صوت ديال بكا شكوي كايبكي مشيت المطبخ كان مصدر الصوت كيان هز جوري كيحاولي يقدله الحليب كيسكت فيها ويا كاسبكي تب هدك الشعور غريب تحركت له ايراديا اقلها الباطن هو ولي امرها خدت منه جوري اللي كانت كاسبكي وقد تسكت عنق صارة بقوة وقد تفن وجهها هاكا فانقا قلتت صارة على الكرسي شش حبيبة تهدني ماما تهدني مالك شنوها قا حبيبة مالك الليش كاسبكي يلا قولي لي يا مالك بعدات جوري هاكا شوية ولكن ما زال متشبسة بالعنق ديلا صارة قالت بصوص باقي حلمت تحلمه خيبة بدنها صارة صافي حبيبة عادي غادي يمشي ما غاديش يرجع ثاني صافي حلمه مشات جوري هي كاتشها ولكن كيفاشو غاديش مشي بدتكت نفخدانها هكا بلطف على جمينة هاكدا هيا مشات تسميت جوري وعن قاسة بقوة شكرا ماما اختفت بشي سامة صارة شعر غريب حساته ولكن عجبها بكل تأكيد تسميت مرة اخرى وقالت اغاتب شبت ناسي معي في البدية لي باباك موهمين بالساف تسكت تحكي جوري ديكت تحكي يرهز ويناع لكلام صارة اللي منك يبلها ككيان كيشوفها بحق المصطلع قد صارة جوري معاه وخلا ساكت ناسها كحدة على السرير اما كيان خدا غيث من بين درعه ودال الغرفة دياله وحطه ونعسوها قريب له داس شهر تقريبا كان كيان بحلا شبه كيعيش معنا في الدار كيان احساني بجوري طال الوقت كيف يفرق بيناتنا او لا يفرق كان فرق بينها وبين غيث كانت لنطيفة بسهبة نوسة محببة كيف حال مرة كتجي كتبغي تسعوني في المطبخ كتبغي تسعوني في المطبخ كتبغي تحرك معايا كتبغي تسعوني اني نولد بنيثة بين انها ديالي ما عند لعطانين بعدك شي كامل يعنيت في حياتي اليوم سيمشي وكلنا رحلة لندن كنا بربعة وجدت الاغراض الغيت احسان الجوري حيث انا من القلسة الكيان اه باش يجيبها اجاب قاعدك شي ديالهم لكي يخصهم وبعد وجدت الحواج ديالي سآلا وقاعد ديتهم بديتهم من غرفة ديال القلاس وجدت الفطر وفيقت غيت ماما في قحبيبي فيق ماما في الناس نوت يلا نوت خاتش يكله بسببك لكي خليك سهرا معه يلا نوت قف غيت بشال الحمام تكيوش درع صون غيت خد الحواج ديالك تكيوش درع صون تسمعت لديك الهباب دياله بينا غد يرجع ناس في الحمام بديت كندحك مشيت الغرفة ديال ايلي يلا فاقي فاقي عندنا طريق طوير لندن يلا فاقي ماشنو؟ فاقي لحنت واحد من الفارعين جاب تزوج بيو وضربته جاب لجيش دياله تابعيني ليش كنشوفها بطرف عينيه متحلميش بزاف كن مكان جود اللي معرفتها لشكي عشقك ليش لغيتها فيك بس كتشوفي وركلاتني برجلة هم؟ لاينا انجلسك حسن سيئة ماشنو بطرف عينيه ماشي مهم دابع يلا فاقي خلاص وجد دراسك خرج من غرفة دياله خليت لها حواجه اللي كانوا عنه الارض مسخي من ديتوم ديك السلالية الملابس المتسخة كانوا مجد الماكلة الجوري وبعد الجاغيت ستزاوية كل وكذلك ايلي كمنا بدينا كان خرج الحقائب للحديقة بحاجة امالية كيان وجود كي يخلدوك الحقائب كي يديرها في اللونطن وتوجينا المطار كانت الاجواء زوينة بالساف كل شي فرحان بهذه الريحلة هاتي نحن في الاستقبال في هذا الفندق في لندن كي ستزاوية الاريكا ايلي كانت تلعب التليفون كانوا يحجزوا لينا حجزوا مسبقا ولكن ليس خطأ في الحجز اما غير ستزاوية كي يعلم كيف تشجع كلمات كي ستزاوية كي ستزاوية الاجين اسود كي ستزاوية الرياضة كي ستزاوية كي ستزاوية الرياضة كانت كي اضاءة مع موظفة الاستقبال على الحجز كي ستزاوية الرياضة وقفت وثمت جهته وكانت تزاوية الرياضة وانا كانت لاحظ الصد وانا ما نحن في الحجز وانا في فندق كبير كيف يتضير خطأ فاضح احتضرات البنت بقليل من الغرور وكانت اخذ بلاصة ويحل المشكلة ثلاثة دقيقة بالطبع ثلاثة المشكلة للحجز وعطانا المفتاح الشاب تضع تعويض من الفندق ستزاوية البطاقات مجانية كي ستزاوية الرياضة ثلاثة موجود بحماس شكرنا واخد احد العمال حقائب دينا نحو الغرفة نحو الغرفة نحو الغرفة نحو الغرفة كان جرح كامل غرفة لجوج اشخاص فيها سرير واحد مشارك وغرفة لجوج دي الأسرة وغرفة منفصلة كل واحدة فيها سرير واحد فقط وغرفة لجلاز ومكتب صغير وجوج دي الحمامات وشرفة كبيرة نبقى هنا جوج دي الليالي فقط توجهت إلي للغرفة اللي فيها سرير واحد وجود كذلك وغاية تبغى يبقى في غرفة معجورة باش يلعبوا مع بعضهم بقعت غرفة واحدة ندخل كي يان ارمب ديك السطرة ديالة على الأهريكة في الغرفة قلش عندي خيار من غير أن يدخل مورا دخل الدوش تلبس حوي يجي كلا الجو شوي أحار تكيت على السرير كرحاو الناس يبلي كايان سواجة تكالي الجيال أخرى ماذا تفعل؟ كايان كان هناك مالك لم يكن قبله؟ قد نرى ما عنده ساعدر بعد ذلك كله غوارة فعلا راجلي وبسولتي ما زل ما تطلقينش كايان فقط كايان حاسب شي هكا حاركة خفيفة كايان كانت صغيرة ناعمة حلسة عيني كاي بلي غاية تحاولي فيقني كايان صفح واجد الخروج شعروا مرتسب تاسمت كايان مالك؟ خرجوا يلا خرجي معانا كان حاولت قاد تلفت هكا ما كان شكيان كانوا غير حواجه محطوطين شحل المهمين غير مرتسب لما كايبت الحواجه ينح الحواجه بحل العادة دياله منهار تزوجنا كايبت قاد تلك الحواجه ودوجت بسرعة لبست حواجه خرجت كل شي واجد إلا أنا اللي سبحت ناشا اليوم حسن جوري تايا لبتت لها إيلين نزلنا لتحت فطرنا في مطعم الفندق وخرجنا كان جود شد إيد إيلين اللي شد جوري أما كيان كان شد بيد غاية وما كايبت كله بسعادة وأنا غدا بوحدي حتى غاية وصلنا إلى مدينة الألعاب ديزني لاند كان شد نجوري فرحان بسع 5 شد يستبدوك في بيد إذا المعو البسلpra أنا ما كيان بالجلست في حد المقرد شفسو كيال لا تتعمل would have thought itLaughs غريف للإنسرة ويشنو عسيدارك مقبول ده كيشوف فيه بصدمة ماما كتشغل عصادر وكنت فعلا وش بغسين عصادر وش كتصدري منيزك بيش كان شوف فيه بخليل من الخجل وبعد هادشي كله مقدرش نقول عشنو كتش كان اخطط هو راجلي وكان بغير بحل كيفما اول مرة ماذا هاك ها حظني هو كيشوف فيه بسعادة كتفرحانة بالساف هاد الحن هذا حسستني بالسعادة فعلا بني كتكون يماشي انسان اللي كتبغي كتقدري تسامحي اكسر يا بني كيدوز وقت طويل فحلا كيمدك الحقد وذك السباب اللي خلك انك تحقدي هاد المدة طويلة كتحاولي انك تسامحي على قبل باش تصمر الحياة وعلى قبل باش ما تخصج ذك الانسان اللي كيبغيك اللي كتحسي بالله محتاجة انه يبقى معك هذا الزباق اليوم خيالي دووزنا شهر كامل في لندن ما عدتنا شهد الفترة كله في الفندق مشينا للمنزل العائلة في لندن وبعد رجعنا للمانسستر وبدأ كيان كيخدم معي في المحل ديالي دووز شهر اخر اليوم غدين كما غندير المفاجأة لكيان خرج العاصر مع غينت وجوده جوري مشيت المكان المفاجأة بشيء من البساطة وكملت كان حاول ان يجهزون منذ فترة بس حواجي لشريسة البارح خليت شعري وجهي الطبيعي وضع الماكياج ورسلت رسالة لكيان اجيل هاد العنوان بصورة وبوحدك طريقة ما تجي معك تحد نهائيا ورسلت نشوف مورا الباب كان الأضواء خافتة تسمح سلط الحركة دياله برها تقفص منتصف المكان وفي ايدي جهاز ساحكم دياله أنوار معاشد الكيان بالمقبل ديال الباب فتحوه كان كل شيء مظلم بشكل هادئ وزوين شغلت الموسيقى الهادئة ضغطت على أحد الأزرار فتحو الأضواء وحده بعد وحده كان مصدوم بحلة تخوف بحلة كان جايك يجري شافية بصدمة شنو واقع بدأت كان نغني لي بقيت كان نغني الأغنية وانا كان نقرب لي بعدها المفاجأة زياني مدة طويلة وانا كان نفكر فعل سمحت لك من نقطة طويل كان بغيك بثار عراج لي الحميل موسيقى